يقول المثل العربي أن نصف العلم أخطر من الجهل وعادة يضعم جميعا من يديرون الكرة المصرية في هذه المكانة في أزمة سيف الجزيري وغيرها من الأزمات المتتالية في اتحادات الكرة المختلفة يمكن من سنوات طويلة تجد أن في كثير من الأحيان الأخطاء غير مقصودة وربما عن جهل واضح باللوايح والقوانين وحتى مع العلم باللوايح والقوانين معلومات نقصة في الخفاء حتى ولو كانت صحيحة طيب ليه؟ والأزمة أنه اللي كان بيحصل زمان من فهلوة والتجويد في القرارات والإجراءات كان بتحصل في الدرة كده ومحدش بيحس بيها وتتاخد الإجراء من دول لحد يحس بيك ولا يقولك بتعمل إيه ولا حس ولا خبر ولو حس حتى وشاف هتقول بنا وبين بعضينا ونخلصها في قاعدة عربة بس خلاص اللي كان بيحصل زمان ما بقاش ينفع دلوقتي علشان كده كده هتبقى الأمور مفضوحة برا وجوه يعني من الآخر عايز تشتغل بأسلوب زمان يبقى قول للزمان ارجع يا زمان أمني تابعنا يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة واحد يعني اللي ظروف يعني صح هيه مقدرش يطلع مبارح بس كان نفسه يطلع مبارح في كلمتين في القلب قلت اشيله لكم برضو النهاردة موصل اللي بيحصل متقرر من سنوات أنا هقول لك حاجة أنا بقالي مثلا أنا كريم بقالي بتاع حوالي خمسة وعشرين سنة بتفرج وبتابع كورة واشتغلت كورة وشايف اللي بيحصل في الكورة المصرية من خمسة وعشرين سنة انت ممكن من سنتين ممكن من عشرة ممكن من خمسين بس أنا هتكلم عن اللي شفتهم في خمسة وعشرين سنة في خمسة وعشرين سنة أنا اللي بشوفه كل يوم في الكورة المصرية حاجة ومشاهد مكررة لدرجة انك تبقى حاسس انك بتتفرج على فيلم مملد وطبعا ما لو ما يبقى فيلم فيه مشاهد شبه بعضها هتزهق مش هتعرف تكمله بس للأسف في الكورة انت مضطر تكمل مضطر تفرج على كورة مصرية مضطر تستمتع بيها بتحب نادي بتحب منتخبك بتحب تشوف اللي بيحصل عفوا بتحب تشوف كل اللي احنا بنحبه في الكورة لعبة حلوة مطشط حلوة مباراة حلوة فنيات حلوة حيات وتفاصيل بتحصل في الكورة انت بتحب تشوفها بس مضطرة آسفا مع الحاجات دي تتفرج على شوية مشاهد وحشة مشاهد دايق من المشاهد اللي بتدايق اليومين دول مشاهد موضوع سيف الجزيري وانا بصراحة اليومين اللي فاتوا دول هقعد تبص هو ايه اللي بيحصل وجينا النهاردة انا وفريق عمل البرنامج عشان نقول لك خلاصة الخلاصة في موضوع سيف الجزيري ليه؟ عشان هتلاقي كل طرف مسك حكايته حلوة مسك حكايته دي مسك حكايته الواحده يعني هتلاقي ناس على السوشال ميديا من عند جميل نادي الزمالك يقول لك اتحاد الكورة بيورطه هتلاقي اتحاد الكورة يقول لك انا مليش دعوة هتلاقي من ناحية التانية جمالي النادي الاهلي على السوشال ميديا تقول لك والله تما كده سيفي الدين الجزيري مشاركته مش رسمية ومش رائف هكده يبقى الزمالك عنده مشاهد هتلاقي كل واحد باصص للموضوع بحكايته وعلى فكرة هو ده منطقي وطبيعي يعني انا ما منطقتش كل واحد مسك الموضوع بحكايته سانا اللي مدايقنا انا ومفودي دايق اللي باصص على الكورة من فوق مش مهمه النادي او او اتحاد هيتدايق على اللي بيحصل في الكورة المصرية مكفيانة ازمات مكفيانة مشاكل انا لحظاته هشرح لكم الحكاية كلها عشان تعرف انها حكاية بدون لازمة بدون لازمة فيه اخطاء اه طبعا فيه اخطاء بس مش كارثية بس هي اخطاء ولو كارثية فكارثية عشان هي مكررة اخطاء صغيرة انا اسف اللي انا اقول كده انا اسف في حقيقة اسف بس اخطاء تفهى ما تستحملش ان احنا نحرق في اعصامنا كل ده ونفضل نتهم بعض كلنا واسفين نضطر نخش في زمن بعض واسفين مضطرين نقول ان ده بيفهم وده ما بيفهمش ده عارف وده ما يعرفش ده شاطر وده مش شاطر ونبدأ نتكلم كلام غصبا عننا لسبابين اول سبب انه زي ما قلت لكم ان الازمة مكررة فخلاص زيقنا بقى زيقنا من الكصص دي زيقنا وانتاني حاجة وده النقطة المهمة نقص المعلومات نقص المعلومات عندنا كلنا بس دايما بقول نقص المعلومة لما تبقى عند المصدر احنا كمان ببعضها نقص المعلومة فاحنا كمان بنغلط يعني لو هو غلط انا كمان ممكن اغلط غلط في ايه ان هو ما يديش معلومة صحيحة او ما يديش معلومات كافية وبالتالي انا مش عارف اقول لك معلومة صحيحة وفي نفس الوقت مش هديك معلومات كافية ليه يا سيدي بتداري المعلومة ليه يا سيد بتداري المعلومة فين بيان اتحاد الكورة لحد دلوقتي بتوضح على فكرة اللي هقول لكم بعد شوية حاجات ممكن تبرق ساحة اتحاد الكورة ممكن انا مش همسك طرف النهاردة عفوا انا انا مش همسك طرف يعني مش هقولك انه لا اتحاد الكورة بريق مش هقولك الزمانيك بريق مش هقولك المقولين بريق هسيبك انت تتحلل للموقف بس هنشرحه بالراحة وبهدوء عشان تعرف ان احنا كنا في ازمة اليومين اللي فادوا دول بدون لازمة كلها منسرخ وكلها منزع كلها نقول ده غلطان وده مجرم وده هو صاحب الكارثة ويطلع الموضوع في الاخر ما فيوش حاجة بس هقولك لو فيه بقى كارثة حقيقية في اللي هشرحولك بعد شوية ده فهي انه ما فيوش موضوع بس يعني فيه فيه حاجة كده بتفضح يعني مش عايزة اقول مش عايزة اكبر الموضوع بس ليه الناس تكلمنا في انديها تونسية ونروح للفيفا وانا مش عارف ايه وتلاقي الموضوع كله خمسة وعشرين الف دولار اكيد يعني مش قصة ولا حكاية اكيد والنادي الزمالك اعلن ده لهم استعد طبعا يدفع حقوق الرعاية الانداءة والتونسية المستحقة فيما يخص انتقال سيف الدين الجزيرة من المقولين للزمالك يعني الزمالك نفسه ما عندوش مشكلة طيب ليه نستنى لما الموضوع يبقى فضيحة كده والناس كلها شايفانا وبقى كانوا اقول ايه طب تعالوا نحل بقى الموضوع انا دايما بتكلم على اب الشغلانة اب شغلانة الكرة دي مين اتحاد الكرة انت ما تسيفش حاجة وتقول اصلنا مليش دعوة حتى لو مليكش دعوة بس ما تقولش يعني هقولك بمثل بما اني ديت مثل اب الشغلانة تمام ما ينفعش تبقى انت ابنك عمل مشكلة وتقول لا اصل مليش دعوة هو اللي عمال المشكلة اما انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه انت بتحاسب ولا ما تحاسبش انت بتسأل او لا متسألش انت بتشوف او لا ما بتشوفش انت بتقول للناس المعلومات او الطريق او اللوايا حيمشي عليها ازاي ولا لأ دي مشكلة تتحاد الكورة بس الموضوع كله هوا هوا موضوع سيب جديد ده القصة بتاعت العقود والانتقالات والاعارة وانتقال حر وكام ده كله هوريكوا دلوقتي انها هتطلع هوا ولا حاجة تعالوا وهنمشي مع بعض واحدة واحدة والسؤال اللي انت هتسأله في بالك هحاول اجاوبه لك الموضوع اللي انا عشان احقول لك ده هو صعب على ايه انا عدت اذكره قبل ما اخش الهوا كتير اوي عشان احنا عادة يعني كلنا منحبش نيره في اللوايح بس تعالوا نفع تعالوا نشوف عفو الله امشوا معي بقى واحدة واحدة في يوم 31 يناير 2021 انتقل سيف الجزيري الى نادي الزمالك على سبيل الاعارة من المقولون العرب انتقل امتى انا بس همشي سنة سنة همفضل اكرر 31 يناير 2021 قبل انتهاء الاعارة خاطب نادي الزمالك الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا لمعرفة مدى حقيته في ضم اللاعب بشكل نهائي نظرا لقرار منع النادي من القيد وجاء الرد من الفيفا بحقية الزمالك في ضم اللاعب نهائيا تمام؟ يعني خلاص الزمالك خدم وافقة الفيفا يعني الزمالك معلوهش حاجة الزمالك خدم وافقة الفيفا على انتقال سيف الدين الجزيري يلا خلال فترة القيد من 31 اغسطس 2021 حتى 7 اكتوبر 2021 ارسل من كل العرب قائمة الاولية الى اتحاد القرى دون ادراك اسم اللاعب فيها ليصبح سيف الجزيري لاعبا حرا ركز معايا تعالي وركز معايا اوي بقى في دي اتحاد القرى كان طلع تصريح وقال انه سيف الجزيري انتقل لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر طبعا يا انها رب يض ازايش ده في عقد والعقد سربة بعد كده والناس كلها عارفة مصر كلها عارفة ان سيف الجزيري راح اعارة بحقية الشراء لنادي الزمالك والكلام ده كله العالم عارفه مش مصر بس فازاي تقول لي انه هو لعب حر خد بقى دي اتحاد القرى وده اللي كنت لست بقولولك كل دي اتحاد القرى بيعتبر سيف الجزيري لاعب حر عشان يقول له عرب في قائمته الاولية في الفترة من 1-2 اغسطس 2021 حتى 7 اكتوبر ما كانش حاطة سيف الجزيري في قائمته وده على فكرة خطأ كبير جدا من المقرول العرب وقتها ليه؟ عشان لو الزمالك وقتها ما بعتش قيمة شراء اللاعب لنادي المقرول العرب كان يبقى الزمالك معلوش حاجة كان ممكن ما يديش للمقرول العرب اي فلوس طيب والتحاد القرى مش هيحاسب على الكلام ده يعني الكلام اللي انت بتقوله دوت واتحاد القرى مش شايفه يعني اتحاد القرى معوش عقد الاعارة وعقد البيع والكلام ده كله تفصيلة تانية مهمة ركز فيها العقد كان ما بين الزمالك وقتها مثلاه ما يعرفش حاجة زي كده إتحاد القرى اللي ليه اللي ليه إنه يبقى عنده عقد في الاتحاد ما بين اللاعب والنادي اللي هو مثلا Sify H 이미 ونادي الزمالك تمان الاعارة أو تمان المقبل المادي اللي هياخده اللاعب في الاعارة عشان أو إتحاد القرى ياخد الناسبة بتاعتهم من الزمالك نفس الكسة في الشراء ياخد الناسبة بتاعتهم لكن العودة السلسية اللي بتحصل ما بين الأندية واللعبين في مصر على الأقل مش موجودة عن اتحاد الكرة مش العادي ده بس مش العادي ده بس واتحاد الكرة قانوناً ماعلوش حاجة يقولك أمانيش دعوة أدالية أسجل اللعب ده هنا أو أسجل اللعب ده هنا إيه شغل أنت وده اللي حصل بالزبط وده اللي حصل بالزبط نكمل قام نادي الزمالك بقيد اللعب في قائمته قبل انتهى بفضلة القد المحددة بسابعة أكتوبر وخلاص يعني كده بالنسبة بالنسبة للوضع فالزمالك خلاص أمان بند شراء والزمالك سجل اللعب في القائمة بس مرة أخرى الزمالك سجل اللعب حر هتقول لي طيب ما هو لعب حر يا كريم واحدة واحدة علينا عشان ما نتلغبطش زيك هو لعب حر ينفع الزمالك يضمه وهو موقوف عن القد هو لعب حر بالنسبة للأتحاد الكورة هو مش موجود في قائمة المقاولين خلاص فهو بقى لعب حر بالنسبة للأتحاد الكورة طيب بالنسبة لاندي الزمالك الزمالك مع عقد بيقول إيه العقد ده أنه هو اللاعب العرب بنية الشراء فانا روح تقدمت اتحاد الكرة وقالت له انا بالنسبة لي عقدي سليم بعتوا للفيفا لو عايزت بعتوا للفيفا انا عقدي سليم بالنسبة لاتحاد الكرة اللعب حر يعني ايه لعب حر لعب حر يعني هو مش موجود في نادي الزمالك هيطلب كده في قائمة فاتحاد الكرة بعت للفيفا وافق انه يتقايد في قائمة الزمالك ما بعد ما بعت نادي الزمالك الفيفا وسألوا انا ينفع عايد اللعب ولا لأ فيه فقال للزمالك آه ينفع تقيد اللعب عشان العقد اللي معاك دوت عشان تستقربت اللعب قبل اقاف القيد فالتحاد الكرة عمل اجراءاته والزمالك عمل اجراءاته بس بالنسبة للتحاد الكرة عشان المقاولين محطش اللاعب في قائمته اصبح لاعب حر بالنسبة لنادي الزمالك انا كده كده ايه واخده العرب نية الشراء بس الحتة اللي على جنب لو الزمالك ما كانش بعت للمقاولين فلوس شراء اللاعب كان ممكن يعملها ليه عشان ده عدوا ثلاثة بين الزمالك والمقاولين واللاعب يعني ساعتها الزمالك والزمالك ممكن يقول له ملاقش عندي حاجة بس يعني بتمشي تعرفين الامور كلها بتمشي بالحب يعني هتمشي ما فيش مشاكل وكده كده الزمالك اكيد ما كانش يعمل كده مع المقاولين بس بقولك الصغرة القانونية لو حد عايز يعملها اول المقاولين قال لك كده كده بشي في قائمتي عشان كان جاله تليفون مسلا او اتفاق مع نية الزمالك احنا كده هنمد شراء اللاعب فالمقاولين طلعوا من قائمته هكمل مع حضراتكم وهحاول على قد ما اقدر على قد ما اقدر اجاوب لكم على كل الاسئلة بس تفهموا صعوبة الامر يعني صعوبة الامر كبيرة على فكرة كامل اجيبه لكم النهاردة ده ده التحقيق اللي حصل في اتحاد الكورة النهاردة جمال علام قطع اجازته في المعسكر بتاع المنتخب وراح النهاردة مع شوين القانونية والمسؤولين عن اللوايح والتفاصيل الاخرى واعد معاهم وتلعوا بالكلام ده عشان بس تفهم انه في الاخر مش هيطلع حد مدان مش بتلاعب بس عشان اصلا ما كانش حد بيقول لنا المعلومات دي لو عرفنا المعلومات دي ما كناش هنحس اصلا فيه ازمة وما لو ما كانش حد كلمنا في تونس وقال لنا ان احنا عايزين فلوس الرعاية برضو بكونش هنحس ان فيه ازمة وده العيب افضل اقول لك ان هو ده العيب الوحيد نرجع تاني السؤال الآن هل يحق للزمالك قيد لاعب حر في قائمته رغم قرار منعه من القيد ده انا شرحت لكم من شوية هل يحق لكم نصا تاني عشان تثبت في دماغنا الاجابة نعم يحق للزمالك قيد لاعب حر في قائمته وفقا للاحد شؤون وانتقالات اللاعبين بالفيفا المادة 25 فقرة 3 جيم والخاصة بالاستثناءات المقررة الاندية التي تنفذ عقوبة اقاف الكيد والتي تشير الى الاربع احتمالات لكيد اللاعبين لا تتعرض مع قرار اقاف الكيد ومنها الفقرة 3 جيم التي تنص على جواز تحول عقد اللاعب المحترف من مؤقت اللي هو الاعارة الى دائم اللي هو شراء النهائي بشرطة ان يكون هذا العقد المؤقت قد تم قبل توقيع عقوبة الاقاف واحنا قلنا ان الاعارة تمت قبل قرار الاقاف كمل سؤال اخر كيف انتقل الجزيرة الى الزمالك كلاعب حر رغم العقدة للزهرة مؤخرا وينص على ان انتقالوا كان بموجب عقد اعارة بينية البيع شرح بها لكم ونقرها تاني يلا الاجابة العقد السلاسي بين المكون العرب والزمالك واللاعب الذي يتضمن ان انتقالوا على سبيل العرب مقابل 8 ملايين جنيه وفي حال التفعيل بند شراء يتحمل الزمالك 12 مليون جنيه هذا العقد يخص الناديين واللاعب فقط عقد سلاسي عقد سلاسي ولم يتم تقديمه لاتحاد الكرة وهو عقد غير ضروري لقد اللاعب في صفوف الزمالك لكن الضروري هو عقد اللاعب مع الزمالك فقط كي يتم توصيقه ده العادي جماعة مرة اخرى انا معرفش يعني بصراحة معرفش صحة فكرة انه لازم اتحاد الكرة يبع عنده العقد السلاسي ده ولا لا بس اللاعب متأكد منه انه لازم اتحاد الكرة يبع عنده العقد اللي بين اللاعب والنادي عشان بياخد نسبة كمان من العقد ده اعظوني 3% على ما اتذكر من النادي فلازم يعنده العقد اللي ما بين اللاعب وناديه الحالي العودة السلاسية دي ممكن اتحاد الكرة ما يهتمش بي او مش مهم او مش قانوني او مش لازم يعني او مش هيوصل عنها اتحاد الكرة بس الطبيعة اعتقد يعني المفروض الاعود دي في المستابة تبقى موجودة عن اتحاد الكرة لازم يكون مطلع على كل اللي بيحصل في الكرة المصرية او في المسابقة او في الانتقالات اظن يعني تعالوا كم سؤال اخر متى خاطب الفيفا اتحاد الكرة بشأن حق الافريق والتونس في رعاية الجزيرة اللي ده الزمالك الاجابة في 23 ديسمبر 2021 ارسل الفيفا خطابة ان اتحاد الكرة يسأل فيها عن التفاصيل المالية العقد انتقال اللاعب من المقونون الى الزمالك ولم يتطرق الخطاب الى اي امور تتعلق بالكيد وقام اتحاد الكرة بالرد مؤكد انه لا يمتلك العقد الثلاثي بين الزمالك والمقونون واللاعب ولا يعلم شيئا عن تفاصيل المالية يعني اتحاد دولي خاطب اتحاد الكرة في 23 ديسمبر 2021 الكلام ده كان في اللجنة السابقة اتحاد الكرة الحالي في اللجنة السلسية وسألوا فين التفاصيل الملاية يعني وضح انه كان فيه طرف تونسي سأل على التفاصيل الملاية دي عشان عقد الرعاية واتحاد الكرة قالوا ما ما عنديش العقد السلسي حتى هذه اللحظة فما عرفش التفاصيل الملاية بس اللي عرفه انه اللاعب يعرى لنادي الزمالك في الوقت الحاج نكمل في 18 يوليو 2022 خدوا بالكم بالتاريخ الشام مهمة جدا في 18 يوليو 2022 أرسل فيفا خطابا سنان يطلق فيه تأكيد على انتقال اللاعب دون سند للقيمة المالية لانتقاله فرد اتحاد الكرة في نفس اليوم بان الانتقال تم على سبيل الاعارة في 31 يناير 2021 ثم تحولت الاعارة الى قيد نهائي في 16 أكتوبر 2021 وقد تم ارفاق صورة من العقدين الاعارة والقيد النهائي مع الخطاب المرسل للفيفا يعني الاتحاد الدولي عنده كافة المعلومات فيما يخص هذا الامر ده الوضع بالنسبة لقصة سيف الجزيرة مرة أخرى هحاول أشرح تاني والتكرار مفيد دينا جميعا سيف انتقال اعارة النادي الزمالك قبل اقاف قيد نادي الزمالك وقعد الاعارة في بند بيقول انه الزمالك يحق له شراء اللاعب بعد انتهاء الاعارة من نادي المقرور العرب تمام الاتحاد الدولي بحسب لوائحه قدام انت استعارت اللاعب بنيت الشراء قبل اقوبة اقاف القيد فانت من حقك لو فعلت بند الشراء انك تاخد اللاعب فهنا الزمالك ما عندوش اي مشاكل خلاص طيب اتحاد الكورة اللي قال انه اللاعب بالنسبة لي لعب حر هل هنا اتحاد الكورة عنده مشاكل لا اتحاد الكورة بالنسبة لي لعب حر عشان يقول العرب في فترة القيد وقتها ما حطش سيف الجزيرة في قائمة المبدئية فبالنسبة لاتحاد الكورة بالنسبة للسيستم اللي حراركم كلكم فاهمين ودلوقتي اللي هو سيستم انتقالات اللاعبين تمام سيف الجزيرة مش موجود في قائمة سيف الجزيري مش موجود في قائمة ليه عارضه خلصت مع الزمالك والما يقول عرب ما حطوهوش في قائمة لكن الزمالك اشترى اللاعب قبل الفترة القانونية اللي هو ينفع فيها اشترى اللاعب او يفعل بند الشراء فبدأ الزمالك يحطه في قائمته بالنسبة لاتحاد الكورة كان لفترة ما هو لعب حر قبل ما الزمالك يحطه في قائمته ببساطة هو اتحاد الكورة يقول لك ايه حاسبني على مكان اللاعب اللاعب فأني نادي في الزمالك ولا في المقاولين فأني قائمة وده اللي عملوا اتحاد الكورة اهي من اللي جاية وزي ما سمعت من شوية عمين مرتضى منصور المشرف في العام على الكورة الامور هتتحل مش هتتحل يعني اقصد ايه الفلوس اللي عايزينها لانداتوا نساء الله حقهم في حق رعاية اللاعب هتتدفع هو رقم مش كبير يعني اتعرف هقول لك حاجة بصراحة بأمانة شديدة وربنا يعني سامحني والله واعلم لو رقم كبير وضخم كان الموضوع يبقى فيه ريبة هقول لك في حد لعب لعبة عشان ما النازل ما تاخدش فلوسة بس هو المنطق والعقل يقول انه صعب الحوار ده كله يبقى فيه لعبة ليه 25 ألف دولار يعني رقم مفيش يعني بتتكلم فرقم مفيش ولو اكتر من كده كمان يعني لو اكتر من كده حاجات بسيطة يعني بس ده يا رقم يعني ده الاندية بتدفع مليون و 2 مليون دولار في لعبين وارقام كبيرة يعني فال25 دول ولا حاجة ولا حاجة خالص بالنسبة للاندية فالموضوع مش مخليني متعصب او شايف انه فيه حد عامل جريمة ومقصودة او يعني فيه ريبة كده او تحس ان الموضوع لأ مش ريحته مش حلوة لأ ليه يعني مين هيفكر يعني يعمل افلام كبيرة عشان 25 ألف دولار ليه او يحط نفسه بفردة مستحيل مش منطق يا بس الخطأ الكبير ان الامور دي ما بنلمهاش بسرعة بنا وبنبعضينا عشان محدش يجينا من بره يقولينا فين فلوسنا من الاخر يعني بالبلد يعني هات الفلوس اللي عليك ايه اه فلوس ولايه لا اش بحتاج تديني اش بحتاج تتعلم علي اش بحتاج الكلام ده كل هاي دي بس اللي مزعليني هاي دي اللي مدايقاني واللي مدايقاني شوية كمان نقص المعلومات من اتحاد الكورة ما تطلع اشرح ما تطلع وضح لازه مالك هيدايا ولا مولين هيدايا ولا الاهلي هيدايا ولا حد هيدايا لو شرحت ليه الان تشرح ليه الان تتكلم معاك حق اطلع اولا معاك حق عندك خطأ اطلع اولا عندي خطأ وين كان يعني لما كانوا مش هزا اقلف في الصفحات القديمة بس كان فيه خطأ وقت القصة بتاعت نهاية دوري الابطال الافريقية نهاية دوري الابطال الافريقية بتاع الاهلي والوداد والقصة بتاعت الملعب وكان فيه اعتراف ان فيه خطأ وخلافه بس ما محدش صحح ومحدش قال مين المسؤول عدت وين كان يعني شيء بشيء يسكر يعني بس لو انت معاك حق يا سيدي اطلع وانا وراك مش انا كريم كلنا يعني في ظهرك معايا حق ودي معلوماتي وده سندي وده الحاجات اللي انا استندت عليها ودي الحاجات اللي انا فهمها وعارفها فخلاص انت معاكش حاجة بتستخبى ليه انا مش فاهم اتحاد الكورة مستخبى ليه سيبنا كلنا نسرق ونزع ونقول يمين وشمال واحنا نقض ندور ونروح ويمين وفوق وتحت عشان ندور على معلومة صحيحة وتطلع عن المعلومة الصحيحة ممكن تبقى في مستخبى اتحاد الكورة اصلا وهو نفسه مش عايز تدافع عن نفسه ما يهمنيش انا يعني المعلومات اللي انا بقول لك ديت مش اشتغى اتحاد الكورة جميل ولطيف بالعكس انا شايف وده اللي قلت في المقدمة النهاردة اتحاد الكورة دائما هو اللي بيحطنا في كل الازمات دي يئما عن دون قصد او عن جهل او عن نقص معلومات انت دي مشكلتك دي مشكلتك انا النهاردة لما جيبنا الكلام ده ما كانش في دماغنا اتحادك بالعكس كلامكم بصراحة شديدة يعني انا اليومين اللي فاقوا دول زي كل الناس يعني هموت من اتحاد الكورة تعصب ومتنرفز ايه ده ازاي يعملو كده بس لما رحنا وبحثنا لقينا حاجة ممكن تبقى اصلا في مصلحته وهم ما بيطلقوش قلوها وهم ما بيطلقوش تدونا المعلومات دي وهم ما بيش سعودوناش احنا اللي بنجتهد احنا اللي نتعب وكل واحد بقى وضميره في واحد يقولك ايه انا هتعب واجتهد بس عشان هدين فلان ودين فلان ودين فلان وفي حال تاني يتعب ويجتهد ويقولك ايه عشان يطلق الصحة والحق وخواص واصل برضو بصراحة الشديدة يعني هو اسعى الحاجة من واحد يطلع يقول يا تحاد الكورة وكرسة الكوارس وازمة الازمات والناس اللي ما بتفهمش والناس اللي ما بتعرفش والناس اللي ما بتسمعش والناس اللي مش عارف ايه ونفضل نقول الكلام ده وخراس ده الساعة ده الكلام اللي ممكن زي بيقوله كده ايه بيبيع يعني كلام الحلو بس يعني عشان اللي واحد يشتغل بضمير بس وهم كمان وهم كمان وهم كمان يشتغلوا بضمير ضمير ده انا دايما بسبق بفكرة حسن النواية بسبق دايما بنظافة اليد وانا بصراحة ما شفتش في اتحاد الكورة الحالي بعضاؤه برئيسه بقى شفتش حد يعني ايه مش نظيف اليد مثلا او عنده سونية على قل اللي شايفه بعيني الله اعلم الله اعلم بحالنا كمان الله اعلم بحالنا كلنا فما اقدرش انتقد او اهاجم شخص وانا ما اعرفش الخلفيات او تفاصيل الموضوعات نعرف التفاصيل نعرف الخلفيات وبعاك لا نطلع نتكلم ومرة الف كفاية نقص معلومات انا بطالب اتحاد الكورة بصراحة شديدا طلع بيان توضيحي انت بتستخبى ليه انت بتستخبى ليه انا مش فاية ما انت اصلا لما تستخبى انت تخلي الناس كلها دينك ما طبيعا انت بتستخبى بقى انت معكش الحق بس يابدو ان انت معك الحق بس بتستخبى ليه مش عارف نهارده الزمالك فاز على إليكت اتنين سفر التشادي فريق ضعيف جدا بصراحة وبصراحة الشديدة الزمالك في دولة باوستين كان اموره مضمونة يعني هيصعد هيصعد يعني مفيش احمد مصطفى زيزو سجل الهدف الاول لنادي الزمالك في ديئة واحد وسبعين ومحمود حمدي الوينش سجل الهدف الثاني في ديئة تسعة وسبعين وفوز كان مضمون لنادي الزمالك فوز سهل فرقة سيئة جدا فرقة بكلم على إليكت فرقة في المتناول بالنسبة للنهارد الفوز تأخر بالنسبة للنادي الزمالك بس اتفاهم برضو انه الزمالك نازل وضامن الفوز ما كانش عافي استهتار بس برضو ما كانش فيه حافز او دافع كبير فانا كده كده هكسب والمنافس سهل فكان الامور مفهوم النهارده فريرة في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على إليكت قال انه اه او نفى انه تعرض لإغماء في المباراة كان فيه ناس قاله انه هو تعرض للإغماء وانه سقط وقال انه بصحة جيدة وانه مكمل مع الفريق وانه انا عندي حماس واحارم معنادي الزمالك وعمري ما استسلم وقال انه لما وقع كان فيه مشكلة بس في السجادة اللي كانت موجودة على التراك ازا هلق فيها وقع انه كانش فيه دوخة ولا الكلام ده كله ربنا يديك الصحة يعني ربنا يديك الصحة مبسوطين والله بوجود فريرة في الدول المصري الأسماء الكبيرة دي نبقى موجودة في الدول المصري نبقى فرحانين بيها ومبسوطين بيها ولو حد حتى قال ان انت دخلت ولا حاجة فما ممكن يكون من القلق مظنش انه فيه إشعاعات ممكن تروح في السكة دي بس يعني قلق يعني مش أكتر راجل ويع فالناس تصورت انه ممكن يكون لأزمة صحية فده عادي يعني يعني ممكن هتزحل دلوقتي هنا وقع فيقول لك قد ده كريم أجمع عليه فعادي بتحصل يعني بس محدش بيبقى قصده انه سيئة هو راجل محترم وزي ما قلت لكم احنا محظوظين في مصر دائما انه يبقى عندنا مدربين كل فترة يعدوا علينا زي فريرة يعد علينا كالوسكروش يعد علينا مانو الجوزيه يعد علينا فينجادا لما كان موجود مع نادي الزمالك يعد علينا اسماء محترمة كده كرول طبعا في الكرة المصرية بس بتذكر عطول بصورة انا بتكلم معاكم بس فيها اسماء كبيرة عدت علينا في الكرة المصرية نستفيد منها ونفرح بوجودها عشان هي بتعلي من قيمة الكرة في مصر قيمة المواهب الموجودة في الكرة في مصر مصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة ان لسه المفاوضات بين ادارة نادي الزمالك وفريق طلاع الجيش مستمرة للتعاقد مع عمر السيسي اللاعب وسط الفريق المصر قال ان ادارة طلاع الجيش طلبت 20 مليون جنيه الموافقة على رحيل اللاعب وان الزمالك بيحاول يقلل المبلغ ل10 مليون او 12 مليون جنيه وعمر السيسي من اللاعب اللي عملت موسم حلوة قوي ومميز جدا الموسم الماضي كمان عبدو يحيى مهاجم نادي غزل المحلة وفقا لمصدر مكرم من رقم عشرة قال ان اللاعب طلب من ادارة نادي الزمالك سرعة حسن ضمه من فريق المحلة خصوصا بعد ما وصل عروض للمحلة من نادي هاي فيوتشر وي المصري المصر قال لها ان المحلة طلب من الزمالك 15 مليون جنيه الموافقة على رحيل اللاعب في الوقت اللي حددت فيه ادارة نادي الزمالك عرضها بعشر ملايين جنيه داعي مميز برضو داعي مميز اوي مع غزل المحلة اللاعب الموهوبة جدا يعني مصدر كمان بنادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة ان ادارة النادي هتستغل تواجد فريق في الامارات علشان تتفاوض مع ملاك النادي بخصوص صفقة التعاقد مع عبدالله السعيد المصدر قال لنا ان الزمالك بيدغط بقوة الحسم الصفقة ويكون فيه جلسة بين عبدالله وملاك النادي في الامارات عشان يتكلم معهم في حسم رحيله للزمالك لكن المصدر قال لنا انه حتى هذه اللحظة بقاء عبدالله السعيد قائم في نادي بيراميز وان كان نادي الزمالك ما زاله ما زاله يفكر فيه عبدالله السعيد وحسن معلوماتي نادي الزمالك عايز عبدالله السعيد ولو لسنة واحدة هو شايف انه عبدالله موهبة وهتفيد الفريق انها التانية بيراميز متمسك جدا بعبدالله السعيد عشان عبدالله السعيد بالنسبة لبراميز هو مش مجرد لاعب كبير وموهوب هو مهم جدا في غرفة خلع الملابس في لم الفريق هو قائد للفريق وبيتعامل معهم بشكل رائع جدا وبيعرف يتعامل في كثير من الأمور فهو مساعد إداري بجانب طبعا كونوا لاعب له كمتو الفنية الكبيرة نروح ليه النادي الآلي ونادي الآلي فاز النهاردة على أسوان في مباراة ودية اتنين واحد النادي الآلي بعد الفوز طبعا على بيترو جيت خمسة واحد أسوان بدأ بالتسجيل في الديئة وعبر رحمد خالد في الشوت الأول وبعد كده تعادل طائر محمد طائر الأهلي وأضاف حسام حسن الهدف الثاني يناتكت المباراة هلوكم شوية بقى تفاصيل فنية من المباراة اللي احنا مش شفناش بس من شاهد عيان في الجوة المباراة يعني فيه شوية تفاصيل كده النادي الآلي لعب النهاردة المباراة بطريقة 4-2-3-1 كولر واضح جدا انه بيستخدم اللاعب رقم عشرة انه يزوده كمهاجم ثاني فتتحول الطريقة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان الى 4-4-2 يعني مهاجم وصالة علعاب تحته او جنبه اللي هو رقم عشرة فده كان الشكل النهاردة النادي الأهلي بيستحوز كتير مع كولر يعني هو واضح انه مدرب بيحب الاستحواز بيحب مرر كرات كثيرة جدا في وسط الملعب بيحب يلعب من العمق وبيحب يلعب من الأجناب وعنده تنوى يعني النهاردة النادي الأهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في العمق عشان كان الناحية التانية أسوان مقفل بشكل كويس جدا فبدأ يشتغل كتير في الشوت التاني على العرضيات أو الكرات اللي خلف الباكات باكات الأسوان الباك رايت والباك ليفت كان بيلعب كرات من خلفهم النهاردة كمان حسام حسن تقلق بشكل كبير حسين الشحات كمان تقلق في المباراة بشكل كبير من الحاجات المهمة جدا أن برونو سافيو لعب في هذه المواجهة ما ظهرش بشكل كبير في أول مباراة ليه مع النادي الأهلي يمكن عشان هو كان بيلعب النهاردة رقم عشرة وكان أسوان مقفل كتير جدا من العمق وممكن تبقى مواجهة أولى فطبيعي ما يقدمش مستوى كبير ولكن أكيد هو لعب موهبة وموهبة مهمة جدا طيب نهاردة ما قلت لكم مباراة الزمالك وقلت اللي ساعدت الزمالك إلى دور الاثنين وثلاثين وخلاص الأمور بالنسبة لنادي الزمالك في طريقها لمنافسة كبيرة على هذه المسابقة تحية كبيرة جدا جدا لجمهين نادي الزمالك النهاردة وفاق مش طبيعي أنا بس قبل ما استقبل ضيفي جمهين نادي الزمالك النهاردة ويبتنده على الكابتن أشرف آسم ربنا يا رب يشفيه ويعافيه مفيش بعد كده وفاقه مفيش بعد كده إخلاص وعجبني أن هم تذكروا في هذه اللحظة عجبني طبعا جمهين نادي الزمالك وعمرناها ما تنسى الكابتن أشرف آسم بس في وسط المباراة في وسط ما الزمالك ينافس في بطولة رسمية جمهين نادي الزمالك تدعي وتنده للكابتن أشرف آسم مفيش بعد كده دعم معانوي لواحد من أهم الأسماء في تاريخ الكرة المصرية فشكر كبير جدا لجمهين نادي الزمالك وده العادي يعني ده العادي تعاوني استقبل ضفنا العزيز محمد عبدالوهاب نتكلم معاه عن مباراة اليوم مباراة الزمالك ويليكت واحدة من المباراة اللي قدر نادي الزمالك يحسمها ويصعد إلى دور الاثنين وتلاتين هوبا مشرف ومنور كالعادة اخبارك كبير اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله كويس؟ لأمور من دلاله ايه رأيك الأول في العام الجوائي نادي الزمالك النهار ده مع كابتن أشرف آسم؟ يعني رسالة رسالة وفاء لواحد من أفضل المدافعين اللي جون في تاريخ الزمالك واحد أنا شخصيا يعني وعيد على الكورة وعيد على الأهل والزمال بوجود كابتن أشرف آسم اللعيب اللي كان مميز قوي في الكورة المصرية ساعتها مميز كان مدافع بيلعب بعقله أكتر من قوة بدنية كان مهاجم كان مدافع كان ليه دور كبير قوي في بناء الهجمة بالنسبة لفرق اتنيني الزمالك ساعتها صح غير كده كمان ان هو رمز رمز بأخلاقه رمز بتعامله وحتى بحب جماهير الفرق المنافسة يعني احنا عارفين كابتن أشرف آسم كان واحد من اللعيبة المحبوبة من جمهور مصر كله حتى كمان وهو لسه كان صاعد يعني حتى كان تم احتضانه كده من جيل التمانينات النص التاني من التمانينات وشارك في كاس الأمم 86 اللي مصر حصلت عليها وهو من صغره وهو قائد وهو تحس ان هو لعيب كبير مش لعيب صغير فيعني لمسة وفاء كده الكابتن أشرف آسم اللي نتمنى له طبعا أن هو ربنا يكمله بالشفة إن شاء الله ويبقى في أفضل إن شاء الله يا رب بإذن الله نهاردة الزمالك أسعد رسماني دول 32 شيء متوقع وشيء طبيعي وشيء عادي الفوز تأخر شوية النهاردة ولكن تحس ان الزمالك كده كده مسك المباراة يعني الفريق لك ما فيش أي خطورة ما فيش أي حاجة مثلا تقلع منها ما تقلعش إن المباراة ممكن تقلع ما فيش أي حاجة بمنافس مش بالقوة قوي إن هو يستغل المباراة في تجارب صح شفنا فريرة النهاردة بيجرب شوية أفكار حتى مع تثبيت الخطة اللي بدأ بيها مع الزمالك اللي بدأ بيها سلسلة الانتصارات دي بس كان بيجرب شوية أفكار جديدة شفناها في المباراة أول الأفكار دي شفناها يعني فريرة طبعا لعب بخطته المعتادة بخطة 3 4 3 بس التغيير الصغيرة إن هو يلعب بطريق 3-5-2 فدي أول يعني فكرة لفريرة إن هو يعملها النهاردة إن هو يلعب بطريق 3-5-2 وفي نفس الوقت برضو شفنا تغييرة غريبة شوية كريمة هي فكرة وجود عبدالشافي في نص الملحب مفاجئة حاجة مفاجئة جدا خصوصا كمان مع غياب المهاجم رقم 9 مع غياب طبعا سيف الجزيري المنضم المنتخب تونس فشفنا فريرة أول حاجة جربها اللعب باثنين مهاجمين مش بتلاتة يعني أو بمهاجم وجناحين دي أول فكرة تاني فكرة إن هو تخلى عن محمد عبدالغني من نص الملحب رجعه الدفاع طبعا للنقص اللي موجود في خطة فعزة مالك تالت حاجة هي فكرة عبدالشافي وجوده كلاعب من ثلاثي أو مرشوفه في حياتي غريبة جدا عمره ما حصلت مع عبدالشافي يعني حتى كمان عبدالشافي ما تجربش كجناح يعني ممكن كان بيلعب بك شماله قدامه صبر رحيل كان بيبقى فيه تبادل أدوات شوية أنا شوفتها بس مع عبدالشافي وديفت ألابه في باير ميونيخ ألا يعني ويا كيمتش كيمتش طبعا أنا فهم اللعبة دي يعملها يا بيب جورديول وسيحط لك أي حد في حياتي ما كانتش موفقة ما كانتش مش عشان طبعا عبدالشافي لعيب كبير لعيب عظيم يعني بس منتكلم عبدالشافي أول مرة يلعب الحتة دي وفي سنة كمان متأخر بالنسبة بنتكلم 36 سنة الفكرة برضو فكرة غياب المهاجم غياب العمق الهجومي بالنسبة للزمالك اللي اعتماد على شكابالا وزيزو كاثنين مهاجمين ده اللي خلى يعني لعبت الزمالك ممكن مش عارفة تسلم مين في نص الملعب ينقلهم بالهجمة يعني اللعيبة اللي المفروض هي اللي كانت بتنقل الهجمة وهي اللي بتعمل الدلي وهي اللي تستلم الكور عشان تلاقي حلول للعيبة المهاجمين كانت هو أول خط بالنسبة للزمالك وهو خط الهجوم حاولنا شفنا كده محاولات من فريرة ومن لعبت الزمالك لاستغلال عدم وجود مهاجم يعني مهاجم أساسي مهاجم سابت رقم 9 شفنا ان لقينا عبد الشافي ولقينا سيف جعفر في حالات برضو هنشوفها يا كريم لقينا ان في الغياب بتاع المهاجم الصريح دي شفنا ان في محاولات من فريرة لاستخدام عبد الشافي وسيف جعفر في الدخول لمنطقة الجزاء كمهاجمين جايين من الخلف لضرب التكتل طبعا اللي شفناه من فرقة إلاكتشا هنشوف الحالات بالوقت اللي نبتدي بيها أول حالة عندنا هنلاقي ان هنا ممكن نوقف كده الصور بص هنا عبد الشافي عبد الشافي هو الواقف على العرضة البعيدة وهو اللي نحاول يستقبل الكرة العرضية فده مشهد نادر الحدوث يمكن ما حصلش قبل كده فكرة ان عبد الشافي يخش جوه منطقة الجزاء وكمان في القلب مش كظهير أو جنيه فده أول حاجة بتبين ان فريرة حاول يعتمد على السنائي بتاع خط النص اللي بيلعب جنب روقة مسبت روقة وبيحاول يطير صيف فاروق جعفر وعبد الشافي جوه منطقة الجزاء واللي ما تمتش بحاجة يعني إيجابية ما شوفناش بس أولك حاجة هي ما تترجمتش بس الموقف ده بيقول ان هي تترجمت بشكل انه عبد الشافي بس هو الوحد بالضبط يعني هو ما فيه يعني لو كلها عدت كانت تتحجم ونا نقول كمان عبد الشافي مكان عبكري بس كان ممكن فيه موقف كتير تدخلق يا كريم ويبقى فيها إيجابية أكتر من كده يا خلي بالك ان فرص الزمالك في الصوت الأول لا تتعدى كورتين تلاتة طبعا هو رجع اللقطة تاني برضو يعني هو بصراحة برضو عشان ما يبقى شي اسمي باشيده خلاص هي اللقطة حلوة ان عبد الشافي يواقف لوحده بس السزاجة الفنية والخطير اللي عند لعيبة إليكت نبص بس كلهم راحنا على العيال معاك كورة بالضبط لانا مشوفش كده فيه كورة تانية برضو هنشوفها كلهم راح على معاك كورة ما نوبش دعو بقى حاجة هنلاقي نفس الكلام بالنسبة لصيف فاروق جعفر بس كلهم بقى هنا ان صيف فاروق جعفر اللعب ثرو عالي قوي وليعب ثرو جودته كويسة قوي لعبد الله جمعة لانا بوجه رسالة لعبد الله جمعة برضو يا كريم ان لعيب زي عبد الله جمعة ولعيب زي صيف فاروق جعفر كان لازم يستغلوا فترة الغياب او كمية اللعيبة الغيبة والمباراة السهلة لازم يجب يلعبها في استغلال فرصة بشكل اكبر يعني صيف جعفر حاول ان هو يشوت اكتر من مرة في كرة طلعت برة تلات خشبات وكرتين خبطوا في رجل مدافعين عبد الله جمعة كان بيلعب حماس وعبد الله جمعة واحد من اللعيبة المهمة جدا ولما نفتكر كان وقت جرس كان لعيب أساسي من عبد الله جمعة كان بكش مال الزمالك الأساسي حتى كمان في وجود عبد شافي بعد ما رجع من الاحتراف لكن عبد الله جمعة نقصه بس القرار الأخير بالكرة يعني الكرة دي انفرض بيها من تقريبا بعد نص الملعب شوية وصل لغاية منطقة الجزاء وما خدش قرار ان هو يشوت وفي الآخر طلعت ركني فهنا هنشوف برضو سيف فاروق جعفر على الناحية التانية سيف فاروق جعفر هو اللي مكمل جوا منطقة الجزاء لغاية لما الكرة طلعت ممكن نكمل اللقطة تانية هنلاقي سيف فاروق جعفر هو اللي بيتحرك وهو اللي موجود كمهاجم جوا منطقة الجزاء ودي مناظر او دي مشاهد احنا مشوفناهاش قبل كده سواء بالنسبة لسيف فاروق جعفر او بالنسبة لعب شافل فيه برضو على ذكر القرارات شيكبالا شيكبالا مؤخرا عودنا ان هو لعيب المتشاط الكبير يعني شوفنا هو بيسجل في الاهلي شوفنا بيسجل في بيراميز لكن شيكبالا في مباريات معينة في القرارات لازم يا شيكبالا ان انت تاخد بالك من قراراتك في انهاء الهجمات لان انت واحد من اللعيبة الزمالك بيعتمد عليه ولازم لإدارة الزمالك والتشكيل الزمالك ان يبقى فيه جودة موجودة مع شيكبالا وزيزو في الخط الامامي طبعا مع رجوع سيف فاروق جعفر بس انا بتكلم بشكل اخص على الاجنحة لازم ادارة الزمالك انا شفت وتبعت تصريحات امير مطام منصور ان الفرقة تعتبر اكتملت ممكن يبقى فيه صفقة او صفقتين ده يعتبروا رفاهية شوية بالنسبة لجزوالد وفرير يعني كما بأكد ان الزمالك محتاج جودة سواء في الاجنحة او في المهاجم الصريح يعني ايه جودة؟ جودة ان العيب يقدر ان هو يتحكم في رتم المباراة سواء بالنسبة للتكاتلات الدفاعية عنده حلول فردية يقدر يعمل زي ما زيزو بيعمل عنده حل فردي سواء كيعدي عنده حل فردي بالنسبة للتسديد عنده حل فردي كمان بالنسبة لصناعة اللعب فلازم الجودة دي تبقى موجودة طبعا نمار ممكن يتوظف مركز الجناح وبيلعب دلوقتي كظهير جناح يعني ممكن يتوظف كجناح يوسف قسامة نبيه بس لسه عندهم خبرات لازم يعني شوية وقت كده عشان الخبرات دي ان هي تكتم دي الاجمة الوحيدة الخطيرة بالنسبة لإلكت وعبدالغني هنا لو وقفنا لصورة عبدالغني اتقدم يعني هو شكله اتعود على فكرة ان هو بيلعب في خط النص ونسي شوية فكرة ان هو واحد من الدفاع المفهودي يبقى متمركز فساب البوكت اللي دخل منه مهاجم إلكتر شادي ارجع تاني بالكورو هنلاقي محمد عبدالغني هو واقف محمد عبدالغني بدل ما يرجع يتمركز مع المهاجم اللي داخل جوه منطقة الجزاء بالنسبة لفريق إلكت تقدم شوية وسب فراغ ان يتعامل البيانية اللي من وراه بص يعني ده اللي هيحصل دلوقتي هو كمان محمد عبدالغني عشان برضو مش في مكانه بالظبط سابه يحيح عامل شوية لاخباطة ده كان هيبجون ينغش شوية على جمهور نادي الزمالك البداية اللي المفروض يبقى فيها clean sheets لغاية لما توصل للمجموعات هشوفنا النهاردة تخلي عن فكرة المهاجم الصريح يحسام أشرف كان موجود برا كان ممكن يبتدي المباراة من الأول شوفنا تجربة لعبدالشافي وصيف فاروق جعفر ان هم يخشوا جوة منطقة الجزاء وشوفنا كمان ان محمد عبدالغني رجع لخط الدفاع وشوفنا الفرق اللي حصل مع محمد عبدالغني في الكرة الخطيرة الوحيدة لإلكتك هل شايف الزمالك بالتشكيلة الحالية بالتدائمات اللي حصلت قادر بقى انه يعرف ياخد دوري أبطال أفريقيا كان من بطولة غايبة من 2002 بص هو زي ما احنا عادفين دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا الفرق أو البطولات اللي بيبقى فيها ما بين المجموعات وما بين خروج المغلوف بتاخد وقت طويل قوي في الموسم فبيحصل فيها متغيرات كتير لغاية دلوقتي الزمالك من أقوى المرشحين لكن نحنا نتكلم ان الزمالك هو المرشح الأول للبطولة لا محتاجين نشوف لعيبة في تشكيلة الزمالك لو ما حصلش تدعمات ممكن يتطور مستويها بشكل عامل ازاي لكن لغاية دلوقتي الزمالك على نفس الخط مع الأهلي وممكن كمان مع الترجي ومع الرجاء والودات هم كلهم على نفس المستوى لغاية لما نشوف تشكيلة نادي الزمالك هتقدر تكمل بإيه وحيكون فيه صفقات بالنسبة الزمالك تنضم ليه بعد دور المجموعات ولا لا هو با دايما بتشرف ودايما بتنقو دايما باستمتعي أنا بشكرا شكرا جزيلا شكرا يا حبيب حاليستب كاملين مع حضراتكم هنروح نشوف تقرير عن سعادات فريق حرس الحدود مصري البورسعيدي الأسبق خليكم معنا احنا الحمد لله يعني ابقينا على حوالي 11 لعيب من الممتاز بي اللي كانوا معنا الممتاز بي وتعقدنا مع لعيبين جدد مزيج من الخبرة والشباب احنا بنبحث عن شخصية لنادي حرس حدود في الدولة الممتاز في وسط الضغوط الرهيبة اللي موجودة وفي وسط الأرقام الكبيرة جدا اللي موجودة بالنسبة لشراء اللاعبين احنا ما مش هنخش في أي نزاع أو يعني مع أي نادي في اللعيب احنا كل اللعيبة اللي بنجابها بيكونوا خلصوا عقودهم مع الأندية فبالتالي احنا بنتعاقد معهم وان شاء الله بإذن الله يبقى لنا شخصية كويسة في الدولة الممتاز ويبقى لنا الاسم نرجع اسم حرس الحدود تاني اللي كان موجود فيه الحمد لله رجعنا ابني نادي حرس الحدود مصطفى جمال ده ابني من ولاد نادي حرس الحدود تأخذنا مع الكابتن أحمد شديد ناوي كابتن إبراهيم القاضي الكابتن محمد أنور أحمد داودة جبنا متحد فقوسة وأحمد أيمن وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله من نادي الإسماعيلي رباعي الإسماعيل إن شاء الله يكونوا إضافة كويسة لنا وشباب زغيرين عايزين ما كانوش بيأخذوا فرص في نادي الإسماعيلي إن شاء الله يلاقوا نفسهم عندنا في نادي حرس الحدود ونقدمهم للدولة المصري بشكل كويس موسم صعب ومهمة تقيلة وصعبة نظرا للظروف اللي بتمر بها الكرة المصرية والمنافسة الشارسة بين الأندية والتدعمات الكبيرة بين الأندية والمبالغ اللي بتتضخ في الأندية الفترة الأخيرة نشوف ميزانات كبيرة الأندية علشان تدعيم صفوفها كل الشكر لإدارة حرس الحدود ولوى عماد يماني قائد القوات ورئيس نادي حرس الحدود على ثقة كبيرة فيها أن نكون موجود السنادي على رأس القادة الفنية لحرس الحدود حرس الحدود نادي عريق وتاريخ كبير السنادي طمحنا كبير وطمحنا مختلف وعارفين المهمة صعبة يمكن إحنا بدأنا الإعداد من حوالي شهرين مع مجموعة اللاعبة اللي كانت باقية من المسم الماضي واشتغلنا معهم شغله كويس فضل معنا حوالي 12 لاعب بدأنا الفترة الأخيرة في التدعمات من فرق الدوري الممتاز جبنا بعض العناصر اللي عندها خبرة وجبنا بعض اللاعبة الصغيرة بحس أن يكون عندنا مزيج ما بين الشباب واللاعبة اللي عندها الخبرات بداية الدوري محتاجة خبرات كبيرة ومحتاجة استعداد كويس والحمد لله احنا شغالين بشكل كويس ربنا يوفقنا ونكون على قد المسئولية ونقدر نعمل حاجة السنادي إن شاء الله احنا نفسنا نكون عندنا فريق عنده يمتلك الشخصية المختلفة في الدوري الروح قتلية عالية ان شاء الله نقدم مفاجأة للناس السنادي بفريق ان شاء الله يكون مميز ويكون يعني يدايق الفرق كلها في الدوري ويكون لنا نصيب ان احنا في نهاية الموسم نكون من الفرق اللي موجودة في الدوري للموسم الجاي يعني احنا بناخدها خطوة خطوة يعني يمكن السنادي هدفنا البقاء والزهور بمظهر كويس وبعد كده هنبني للخطوة اللي بعد كده ان شاء الله طبعا احنا شغالين بقى انا فترة كبيرة تقريبا من واحد سبع شغالين لكن طبعا كنا شغالين مع المجموعة اللي هي القديمة اللي كات مستنية معنا من الموسم اللي فات اللي هي صعدت معنا مع الفرقة تقريبا 14 أو 15 لعيب وكابتن ايوب كما صعد تحول 6 أو 7 ناشئين لازل نشوف من اللي يقدر يكمل معنا في خلال الموسم يعني لان طبعا الموسم نفسه بتاع الدور الممتاز ألف انتهف في 38 فكنا لازم ننتظر ان الموسم يخلص واللعيبة برضو تاخد راح اللعيبة موسم متلحمة يدوب من يوم 18 أو يوم 20 ونشغالين معهم بشكل كويس بقى اننا هداخلين على 10 أيام أو أسبوع حاجة كده يعني داخلين معسكر احنا في معسكر مغلق بقى بقىنا 4 أو 5 أيام بعد كده هنكمل المؤسكر في اسكندرية ان شاء الله من يوم الثلاث عندنا سلسلة مبارات هناك عندنا أربع مبارات هناك تدريجي كده ان شاء الله بإذن الله نضمننا اللعيبة الجديدة الأسبوع اللي فات وبدأنا معسكر من يوم الخميس اللعيبة كلها مركزة وكل وشائل المسؤولية ان احنا ان شاء الله بإذن الله نرجع مكانة حرس الحدود الدور الممتاز تاني نادي ليه مكانة كبيرة طبعا في وسط الاندية كبيرة بطولات كاس مصر والسوبر فدي حاجة طبعا تكون شارف لأي لعيب ان هو يلعف نادي حرس الحدود فان شاء الله بإذن الله احنا كل لعيبة كل هنا مستعدين تمارين كابتر نحمد أيوب طبعا والجهاز الفني كله مش مؤثرين معنا بحاجة يعني التمارين كلها كما حدريك شايفة كده بتبقى كلها وتمارين تخصوصي الشوط الحاجات دي الحاجات اللي انت محتاجة في الدور الممتاز دي حاجات مش كل المداربين بيشتغل عليها مدارب بس اللي هو الفاهم ان انت داخل مرحلة تانية السنفة جاءت دوري درجة تانية فما كانش الحاجات دي مميزة قوي بيك فدلوقتي انت في مرحلة التنقلية يعني ان انت عندك دوري ممتاز وفرق تانية هتنفسك وفرق تانية هتلعبك فنحن بنتمنى طبعا ان نكون على قدر المسئولية دي اللي النادي حطها ومدير الفني كابتر نحمد أيوب حطنا فيها فبإذن الله نكون موسم كويس بإذن الله يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى قليلا لما بقولي الجملة دي بس هي دي الفقرة الممتعة جدا بالنسبة للسيد المزيع وأكيد هتبقى ممتعة إن شاء الله لحضراتكم يعني عشان ننضيف هو وضيف عزيز كلامه دايما كلام رائع ومميز وكلام موزون وعائل ومفروش مشاكل ومفروش أزمات وفي نفس الوقت بنطلع كلنا مستفدين من القاعدة معاه وأكيد مستمتعين الكابتن الكبير كابتن عمر الدسوين من نادي المصر البورسعيدي ومنتخب مصر الأصبق في هذه الفقرة كابتن عمر وحشني جدا حبيبي يا كريم وأنا دايما أنت عارف الفقرات دي تبقى سعيد جدا وأنا معك لأن أنت من الشخصيات المحترمة جدا العزيز على قلبي جدا جدا يا ربي خليك مورك ويسا الحمد لله وسكر الله كله ماما مبسوط بالكرة اللي بيحصل في الانتقالات وصراع الأندية في خطف الصفقات ده بصراحة عجبني جدا وعايز أقول أن السنادي يعني فيه رزانة شوية من الأندية أيوة يعني دون أنت قلتها الخطف قد تبدو وكأنها فيه أزمات لا لا بس لا هي شطارة 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 وكل نادي محددين البودجت بتاعهم يعني كل نادي يعني حطت سياسة معينة ماشي عليها شفت التقرير اللي تزع من شوية وفرقة حرس الحدود واستقطاب الصفقات وجميع الأندية وأنا بتابع عجبني جدا أن كل نادي بدأ يتعامل بشكل واقعي مع نفسه إزاي شكل واقعي خلي بدك إحنا بنتطور وكرة بتتطور حتى الإعلام بتاعنا بتطور صح يعني كل يعني ماشيين خطوات إيجابية لقدام عجبني جدا أن الأندية بدأت تدرس إزاي تجيب الصفقات بتاعت إزاي تحط البدجت بتاعها خلي بالك ده شغل يعني أعتقد يعني في الأندية برة شغل المدير الرياضي مدير الرياضي دوت بيبقى بيحط سياسة كاملة مع مجلس الإدارة طبعا له حقية التنفيذ مجلس الإدارة بيعرض على مجلس الإدارة البدجت بتاع الأندية هيجيب إزاي هيحط سياسة في خطف الصفقات إزاي إزاي ده لو راح مني هقدر عوضه بشكل معين فأنا شايف إن السياسة رايحة للأمر السليم بالنسبة للأندية هو واحدة واحدة إن شاء الله نشوف التطوير في الأندية التالت جملة مهمة جدا إنه كل نادي بيحاطي البدجت وبيشتغل عليه ميزانية وبيشتغل عليه وأنا حاسس إنه في سور الانتعالات ده مفيش لعيبة بأسعار باهزة السمن يعني أسعار معقولة مش بيقول إنها قليلة بس أسعار مفهومة بص بتلاقي الأسعار دي في لعيبة اتنين تلاتة يعني هي اللي إيه اللي هو بيدخل صراع عليه ولكن في المجمل لا يعني سوق الانتقالات يعني هادي الأندية رازينة حتى اتطلب في الصفقات خلي بالك الأندية محتاجة برضو إن هي تبيع لعبتها فهي تحت الضغط ده فالنهار ده أنا لو جالي مثلا رئيس نادي عايز مثلا لعيب ساي يعني عشرة مليون وأنا حاطت فيه مثلا خمستاشر مليون ممكن نوصل لتناشر مليون والدنيا تمشي لأ وفي نقطة كمان مهمة إنه بقى فيه اتفاق ضمني تحديق بالأندية الكبيرة أهلي وزمالك أو الأندية اللي بتقدر تدفع في يوتشارب بيرامدز المصري دلوقتي الأندية بتدفع إنه مش هنعلق على بعض يعني اللي هيزود مليون اتنين مليون ياخد اللاعب بس كنا احنا الأول بنعمل ايه مزاد اتنين تلاتة اربعة تلاقي العيب أنا ياسف كمته مش كبيرة بقى باربعين خمسين مليون جنيه ما هو ده ده شكل الوقع اللي أنا بتكلم عليه الوقعية في السوق الانتقالات ده مهم جدا النهار ده خلي بالك برضو ده إدارة إدارة تقييم لك الأساسي في تقييم اللاعيب لأن ده حاجة مهمة جدا هو ملي بيقايم اللاعيب لازم أنا من وجهة نظري لازم لعيب كورة زيه هو اللي يكون لعيب سابق له تاريخ يقدر يحط فيه المبلغ اللي فعلا يتقدر بالشكل ده لأن خلي بالك انت القيمة اللاعيب لما بتبقى عندك النهار ده قعد معاك سنة واثنين فانت محتاج ان انت تعوض الفلوس اللي انت دفعتها صح هل هتتعوض بص على كل الماركات وبتاع الأندية هتلاقي سنين كتيرة جدا يعني عندنا مثال بيرامدس مثلا انت كنت جاء بأرقام مهولة يعني العيب بأرقام مهولة هل الأرقام دي انت بتجنيها دلوقتي لما بتيجي تبيع العيب أو اتنين لا ما اعتقدش فكذا ينطبك بالمناسبة مش بس على بيرامدس ينطبك على الاهل ينطبك على الزمال ينطبك على كل الأندية عادة كل الأندية في مصب ما فيهم الأهل والزمالك بيطلعوا مزينيتهم في كرة القدم خسرون بس احنا عايزين نقول ايه على الأقل خالص اللي هو عمل رجة في السوق المصري احنا ما كناش بنسمع الأرقام دي من 4-5 سنين لكن بدأنا نسمع العشرين والتلاتين والخمسين فالأرقام دي غير حقيقية واقعيا ولكن خلاص السوق بيتعامل معها والطلب والعرض هو ده اللي كان بيتحكم في الشيء دوت ولكن انا بقول ان الدور المصري ماشي للأفضل الأفضل ازاي ان الاندية بدأت تستوع بالدرس بدأت ما تجريش على اللعيبة بشكل سريع او تدفع مبالغ باهزة وفي الآخر تخسرها فكل رئيس نادي دلوقتي حطت بودجت معين بيتعامل عليه وعلى فكرة ده كويس جدا وعجبني جدا سياسة الدفع بالناشئين دفع بالناشئين دي حاجة مهمة جدا كريم ويمكن اللي حطت لنا ونور لنا يعني الضوء الكبير جدا على الشكل ده هو فرقة نادي الزمالك السنة اللي فاتت يعني امكانيات ضعيفة جدا لعيبة صغيرة بدأت تطلع تظهر بشكل مهم جدا في الدور المصري انت كمحلل او راجل المديرين الفنين اللي موجودين في الدور كله كان بيستغرب ان اللعيبة دي اتوصلت للمستوى ده لا على فكرة الناشئ لو انت دعمته وقدرت ان انت تقف وراه بشكل وعملت خطة معينة عشان يوصل للهدف اللي انت عايزه لا هيوصل بس خل بالك الزمالك هو اللي خلانا نشوف دلالة على انه الناشئين ممكن يؤثروا عشان الناشئين اصروا فعلا مع تشكية نادي الزمالك انا ياسف كمان ان اقول الناشئين العيبة عندها 22-23-23-20 سنة او 24 ناشئين يعني ارسل كان بيلاعب بلعيبة عنده 15 سنة من كم يوم بس يعني نتعامل معهم انهما ناشئين بالعرفة بتاعنا بس في عنديها تانية لعبة ناشئين كتير عشان برضو الشيء بيش يذكر انبي لعب شباب واذا اجل انا فاكر قبل كاركب لعب شباب لا لا انبي خلي بالك انبي لو وقف في عنديا بتلاعب شباب كتير بس احاول حاسي بيوم زي الزمالك عشان الزمالك اثروا بص يا كريم الزمالك استصمر في لعبته فالتارجد بتاعه هو الدوري والمنافسة على بطولة افريقيا كذلك النادي الاهلي ما عندوش وقت لان هو يعني يقدر يجرب لعيب او يعتمد على لعيب لانه عندو حاجات تانية كبيرة جدا عندو ضغط جمايري عندو ناس بتضغط على ان النادي الاهلي دايما يكسب الدوري النادي الاهلي دايما يكسب بطولة افريقيا النادي الاهلي دايما يروح لبطولة العالم للاندية ففيه ضغطات على الاندية ديت ولكن لو بصيت على انبي هتلاقي التجربة مختلفة تماما التجربة بتقول ايه بتقول ان انت فريد انبي مشت مع حلم طولان اكتر من 3 او 4 سنين معدلات اعمار سويرة جدا بدأت تدخل في استثمار رياضي في الوقت الحالي استثمار رياضي اللي هو انا كنت جاي بالعيب بجنيه ببيعه بعشر هو ده اللي حصل مع انبي دلوقتي انبي هو اخد قرار السنة دي انه هو يستثمر في اللعيبة دي بدليل انه هو ماشى كابتن حلم طولان في وقت المفروض ما يبقاش موجود فيه وكابتن حلمي هو اللي باني الفرقة ديت بشكل كبير جدا في الاوقات السابقة وقدر ان هو يستثمر ويجني ان فلوس بشكل مخيف على فكرة المركاتو دوت بالنسبة الامبي هيمسك فلوس كتيرة جدا يعني جون ابوكا من اللعيبة اللي باعها بارقام كويسة وعمل تبديلات واخد ومصطفى شالبي داخل في الامر ومحمود جاد من اللعيبة اللي برضو من الارقام الكبيرة فعايز اقولك ان في سياسة نادي بتستثمر 3-4 سنين وبعد كده بتدخل في الاستثمار الرياضي اللي هو ايه اللي انا صرفت عن ناشئ فببدأ اخذ الربحية بتاعته اما الاندية الكبيرة اندية الاهلي والزمالك دي بتستثمر في جماهرها بتستثمر في بطولتها اللي هو انا بطلع ناشئ صغير عشان اقدر اوصل الاهداف بتاعة الجمهور بتاعي زاد ان عنده قاعدة جماهرية كتيرة بيقدر يستند عليها سواء اندية الاهلي او الزمالك او المصري او الاتحاد او الاندية الجماهرية الاسماعيلي فده عنده سلاح قوي جدا الجمهور بيضغط عشان ياخد افضل شيء في اللعيب فانت انا شايف السبيل بالنسبة للاندية دي هو الاعتماد على قطاعات الناشئين زاد التدعيم الصغير بالنسبة للعيبة اللي موجودة واعتقد ان دول بدأوا يعني ايه النور بدأ يعني ينور بالنسبة للاندية دي على قطاعات ناشئينها لازم الاهتمام في الفترة القادمة على الشكل اللي ان انت لو ماهتمتش بالامر ده اعتقد ان هيبقى فيه صعوبة لان انت خلي بالك انت يعني هو قطاع الناشئين هو الكنز الوحيد للاندية دي اما الاندية التانية ما عندهاش ضغوطات جماهير فانت بتقدر يجرب بيقدر النهاردة عندهش مشكلة ما عندهش ضغط ان هو يطلع مثلا سابع الجدول او تامن الجدول او ينافس على هبوط ويبقى موجود في الدور الممتاز ما عندهش الضغوطات بتاعة الاندية الجماهيرية اللي هي دايما بتطلبك ان هي لازم تبقى في المقدمة من اكتر نادي لفت نظرك في شغل ثالث انت بتحرجني بقى مع المصري لا ايوة انا شايف المصري بصراحة المصري بصراحة يعني مستر كامل ابو علي عمل شغل كويس جدا عايز اقولك ان حاجات كتير او تسهلت في نادي المصري نادي المصري كان عنده مشاكل كبيرة جدا في بداية الثلاث او اربع سنين اللي فاتوا دول في استقطاب اللعيبة في الانتقالات اعتقد ان الراجل ده يعني انا شايف معندهش مستحيل يعني اللي انا بشوفه بصراحة فحاجات امور كتيرة او يا كريم كنا بنتكلم فيها وفكورة يعني منهم الملعب يعني حاجة بسيطة جدا انت المصري بقى له اكتر من عشر سنين بيلعب في برج العرب تكاليف عالية جدا انتقالات فنادق فلوس بتتدفع كتير جدا النهاردة نادي المصري بقى موجود يعني في ملعب هيئي قناة سويس وده حاجة مهمة جدا بالنسبة للجمهور حتى الجمهور كان بيسافر اكتر من ستمائة كيلو عشان يشجع فرقته النهاردة هيبقى متاح بالنسبة له نص ساعة يبقى في اسماعيلية يقدر يبقى يبقين الامور كلها سنين زائد الصفقات اعتقد المركاتو عالي جدا وانا شايف انه هو يعني هو الجوكر يعني كامل ابو علي هو الجوكر دلوقتي في السوق المصري ده وجهة نظر المركاتو ده يودي المصري لحد فين ما هو ده بقى اللي هياخدنا لان احنا هيحط الضغط كبير جدا على اهاب جلال لان خلي بالك المصري وجمهوره دلوقتي بيتعشم انه هو ياخد بطولة فانت لا بديل عن بطولة السنة الجادة طب بطولة طولة طب ايه رايك في تعيين الكابتن اهاب جلال اصلا بص انا شايف يعني الكابتن اهاب جلال من المدربين الاكفاء ودائما احنا يعني بنشيد بيهم في التحليل الفني بالنسبة للمبرايات كرة القدم في الدورة المصري ولكن انا شايف انه هو في الوقت الحالي اعتقد انه هو جعان مدرب دلوقتي جعان انه طالع من تجربة عايزة اسبيت بقى يا جماعة ايوان حسن معايا انا مدرب كبير عنده فرصة دلوقتي اوريكوا بقى ان انا مدرب كبير عنده فرصة دلوقتي يعني كل الشكر طبعا لكابتن حسام حسن وفترة اللي عاشها مع الناد المصري وعلى فكرة كانت فترة مهمة جدا يعني حسام حسن خلي بالك مأثر مع جمهوره المصري وانا يعني اشدت بيه بشكل كبير جدا في الفترة السابقة ادر انه هو يقف بشكل كويس جدا ادر انه هو كان الافضل للمصري كان بقاء الكابتن حسام حسن ولا الكابتن اب جلال لا بص انا مش عايز ادخل في الحتة ديت ولكن هي القصة هو ظروف معينة ما يتراء المجلس الادارة بقيادة مستر كامل ابو علي في القرارات اللي هو بياخدها واعتقد ان كل برسعيد على فكرة مع يعني مش عايز اقول اقالة حسام حسن لا هو حسام حسن كان نهاية العقد بتاعه في خروجه من الناد المصري الراجل ادى بشكل كويس جدا بصراحة تب ادى بشكل كويس مش ليه مش عايز اقول هو ده كان نهاية العقد فخلاص هو شايف وجهة نظر اصي خلي بالك كامل ابو علي جاي بسياسة سياسة انه هو السياسة دي مفاش حسام حسن مع الاحترام والتأدير بالنسبة طبعا لحسام حسن والدور اللي ادى في الفترة السابقة ولكن هي فترة اهاب جلال على فكرة جمهور الناد المصري شكر حسام حسن ودعم اهاب جلال في ماجيئه واعتقد ان هي دي سنة الحياة خلي بالك ما بين المدربين مش مش شرط على فكرة وحسام حسن مشي الفترة الاولانية برضو من ناد المصري ورجع تاني جمهور طالب انه يبقى موجود ورجع تاني فالباب مش مقفول يعني يعني عايز اقول ان جمهور الناد المصري برضو يعني فيه كامية ما بينه وما بين حسام حسن هو اهاب جلال هو اهاب جلال ده بسألك هل فيه كامية موجودة بينه وبين الكامية اهاب جلال ولا لا فيه اه طبعا لا ناشاء يسندوه ويساعدوه لا ادى 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 بشكل كويس فيه سيزن ادى بشكل مميز جدا مع الناد المصري ووصل معه خلي بالك اهاب جلال مدرب كويس طبعا بيشتغل على نفسه كويس طبعا ولكن محتاج ان هو يترجم ده في شكل بطولة هو ده ده ما ينقص اهاب جلال وخلي بالك وحسام حسن برضو في الاخر السي في بنقول ايه بنقول عدل بطولات انت النهاردة لما بتعرض نفسك على اي نادي او اي نادي بطلبك انت اي سي في بتاعك فده نقطة مهمة جدا بالنسبة للاتنين المديرين الفينين الموجودين واعتقد ان هم الاتنين بيسعوا ليها بشكل كبير جدا ومش هتحصل قلف نادي جمايري ده من وجهة نظري يعني هاب جلال لو اخدته حطيته في اي نادي عادي مش هيبقى له ولا طعم ولا لون لكن النادي المصري هيبقى له طعم ولون زي مع علي ماهر كده تجربة مع النادي المصري عملت بوم اللي هو طلع من نادي المصري راح فيوتشر اخد بطولة فاللي هو ماشي على التراك المزبوط حسام حسن قبل نادي المصري ما كانش يعني انا بالنسباري من صنع اسم حسام حسن هو نادي المصري يعني من صنع اسم حسام حسن كمدرب كمدرب هو نادي المصري هو منورش لا طبعا حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن كابتن مصر كلها طبعا يعني الهداف الداريخي المنتخب مصر طبعا كمدرب بدايته كانت مع المصري وهي بالضبط هي اللي عملت الطفرة بالنسبة لحسام حسن تجري وراه عشان تتعاقد معاه فانا شايف ان النادي المصري بوابة لكل مدرب عايز يصنع اسم كبير في تاريخ الكرة المصرية قدامه فرصة كويسة جدا ان هو يعمل دوت كنا بنشوف دوت اعتقد مع حسام حسن وهنشوف ان شاء الله مع اهاب جلال السيزون القادم ولكن على الضغط هيبقى عليه ضغطي كبير جدا جمهور مش هيقبل جمهور مع كامل ابو علي مع الشكل الاحترافي اللي موجود فيه النادي المصري خلي بالك كامل ابو علي يعني اللي انا شايفه ان هو عامل خطة اربع سنين هو مش جاي سنة واتنين لا هو حطت الخطة بتاعته اربع سنين فعشان كده هتلاقيه بيستثمر في لعيبة هتلاقيه جاي بلعيبة صغيرة ممكن يبقىها ويعمل فيها انت موجود في الخطة دي؟ والله انا ما تفرقش معايا خلي بالك بس اعلك سؤالتين انت موجود في الخطة دي ولو بقى رأي استشارية يعني في محادثات بتحصل بينك بس اتمنى انا على علاقة وطيدة جدا بمستر كامل ابو علي وكان دايما جنبيه بقى فيه يعني فيه تواصل ما بيننا وبين بعض بس قبل الانتخابات وقبل ما يدخل النادي يعني انا علاقتي بيه كويسة جدا وكنت دايما داعم ليه على اساس ان هو يرجع يمسك النادي المصري وده حصل وده في مصلحة الجميع وجودي من عدم وجودي انا ما بتفرقش معايا انا مهم جدا النادي المصري يماشي على التراك المزبوط وده ما يسعدني انا كعمر الدسوئي ككابتل للنادي المصري ده يعني مش عايز اقولك ساعاتي قد ايه لما بشوف النادي المصري فافضل حالته سواء بقى انا موجود او مش موجود اتمنى طبعا ان الناس يبقى فيه استشارات فنية لانه مهم جدا الاستشارات الفنية ولكن انا شايف الراجل ماشي على التراك المزبوط طيب هسألك سؤال صعب شويتين 3-4-5 كده عادة لما بيجي رجل اعمال كبير بيدعم النادي اللي بيحبه طيب يا مصري اسماعيلي انا نشوف كمال حتى في الاتحاد سوز محمد مسلح داعم داعم للاتحاد وبيدفع على طول نفس القصة راجل واضح انه بيستثمر من امواله الخاصة واضح ان مصري ما اكيد بالسنوات الماضية كنتش فيه موارد فلما تجيب صفاقات دي كلها فاكيد بتدفع من امواله الخاصة انا دا بقى بيقلقني دا هو خلي بالك المصري مش من اموال الخاصة يعني المصري عنده دعم كبير خلي بالك يعني دعم سيادة المحافظ عاد الغطبان فترة على مدار 3 سنين دا دعم كبير انا بس انا همش معك واحد واحد انا متفاهم دايما اص خلي بالك الناس ما بتفهمسوا المقطة دي يعني هما الناس فاكرة ان اي رجل اعمال بييجي بيحط فلوس وخلاص لأ الكلام دا ما بيحصلش انا دلوقتي بيجي راجب الاعمال ووضح ان الصفاقات اللي جاي دي كلها مش دي الاكيد الميزانية اللي كانت موجودة في المصري فلو ما كانش فيه كاميرا بقى علي ما كانش تبقى فيه الصفاقات دي كلها مفهوم كده فاكيد الراجب بيدفع فلوس مش موارد النادي وانا متأكد وعارف وده على مدار السنوات على مدار الابد يعني انه محافظ بورسعيد حتى لو تغير اسمه دائما محافظ بورسعيد تدعم النادي المصري الفكرة هنا انه لحد امتى هنستنى للنادي الجماهيري الكبير زي المصري وخلافه انه اللي بيدعمه رجل عمال يعني لو كاميرا بقى علي ان شاء الله ربنا دي وطلط العام يكمل ويدعم المصري ويفرع جماهير المصري وخلافه او استاذ كاميرا بقى علي مش موجود على رأس النادي المصري فيعاني النادي المصري فنستنى كاميرا بقى علي تاني او كاميرا بقى علي يمشي فنشوف اللي شبع كاميرا بقى علي عشان المصري يبقى كويس كم ده حصل على مدار تأخي المصري على فكرة ورؤساء نادي عزماء بس لازم يكون فيه ممزومة بص انت كلمك مظبوط 100% ولكن انا بقولك كامل باعيلي وجوده في الوقت ده 100% مش مختلف معاك ابدا لا تقونة جاء للاستثمار بعد كده خلي بالك الخطة اللي جاية الخطة اللي جاية خلي بالك يعني انت النهاردة فيه استياد هيتبيني فيه مواردة تتحط فيه فندق كبير فيه نادي المصري يمتلك اراضي تقدر تخليه تدخل موارد للنادي المصري عشان كده بقى سألتك السؤال اللي قابل ده على طول انت فين من النادي المصري انت واللي شبهك الناس اللي عندها العلم اللي عندها خبرة اللي عندها دراسة اللي نعرف نعمل مشروع للنادي المصري يقدر يدخله موارد ما يبقاش مجرد انه انت ونصيبك يعني راجل ده بس انا استيس كاملا بقالي راجل محترم اللي بيدعب ويساند وعمل طفرة في النادي المصري لو في اي لحظة قال طب والله يا جماعة مش هدلت في اكتر من انا دفعت كتير قوي هيبقى المصري عنده مشكلة هيبقى ليه نظور انا متأكد مليون في المية اكيد لو داخل النادي او خارج النادي يا كريم مش هتفرق سدقني والله العظيم ما تفرق بدم انت شايف القطر ماشي على التراك خلاص ما عندكش مشكلة وانا كامل ابو علي لأ فترة يعني خلي بالك هو ماسك بقاله شهر حاجات كتيرة اوي خلصت انت بتتكلم في صفقات لعيبة كبيرة جدا على مستوى الماركاتو في الدوري لا مسامع بشكل كبير طبع قافل على الفرقة بشكل مميز جدا يعني مفيش خبر بيطلع للنادي المصري فجأة بتعرف ان المصري تعيد مع فلان بالزبط كده ويكامل راح على الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبدأ بانزوب تقى فجأة ليه راح المصري بدأ يرتب البيت من الداخل مع صعوبة الموقف نفسه اللي بقى لك انت النهاردة انت بتاخد يعني تاركة يعني كانت صعبة جدا بالنسبة للنادي المصري وجواها داخليا اداريا الامور صعبة جدا فالنهاردة وجود الشكل والاداء بالنسبة للملعب النادي المصري وقراحة جمهور النادي المصري ده برضو حاجة عليه عامل كبير جدا في حاجات كتير اوي حصلت في وقت قليل جدا تعاقدات مع شركات للبناء تعاقدات مع شكل الاستثمار تعاقدات مع وضع استثماري بشكل معين مع البنوك او في بناء الاستاذ فالنهاردة خطط كبيرة جدا موجودة والنهاردة الرجل بقى له شهر انا وجد نظري لا هو ماشي بشكل مميز جدا قافل على الفرقة اختار مدير فني بدأ يدعم قطاعات النشئين والبراعم لا الامور من بداية مبشرة بس طبعا لازم تدي الوقت ولازم تدعم احنا كأولاد النادي ما عندناش مشكلة خالص سواء موجودين زي ما قلت لك من البداية سواء موجود جون نادي او خارجه انا بقالي اربع سنين يا كريم ما دخلتش النادي المصر بس بدعم النادي المصر انا ما عنديش مشكلة خالص وحتى جمهور النادي المصر لو تقبل اي شيء مني انا ما فيش مشكلة يعني كان في خلافات كتيرة جدا مبينة ومبينة وفي القراء الفنية واكيد انت العلم بالأمور ديات طبعا في التحليل الفني ولكن هو ده ما يقتضي وجودنا على الكرسي ده هم هم بيتفهموا ده بس هم ساعات بيتضايقوا شوية ان انت بتيجي على المصر شوية او بتيجي على اي فرقة لما انت بتبقى قاعد على الكرسي كموزيع بتبقى مطلوب منك الحادية صح وده حاجة مهمة جدا ده دول انت شايفوه بس انت عارف الناس عندنا يعني يعني طيبين شوية بيقدروا يعني الامور بتبقى ما بيننا ومن بعد رايح جاي انا يعني على مدار سنيني في النادي المصري كان بيجي علينا شوية مثلا على ابن النادي بس في نفس الوقت ايه لأ بيقولك ايه لأ ده عمر دي سوقي ده متربي في النادي ده بيحب النادي المصري مفيش حد ده هيقدر يسلب مننا حبنا النادي المصري صح فعشان كده بقول لا الامور ماشية على الصياق الامور ان شاء الله بإذن الله تتحسن وجودنا او عدم وجودنا ما فيش مشاكل خالص احنا دعمين سواء من برة او من جوة الامور كلها ان شاء الله لصالح جمهوري النادي المصري واتمنى ان شاء الله نحن انا يعني اعاد في الاستوديو ونادي المصري بياخد بطولة ممكن ياخد دوري بص هو الدوري هيبقى صعب شوية يعني بقول يعني كاس مصري ده متاح يعني بطولة كاس مصري قريبة ست مطشات ممكن تقدر تخطف هيبقى مع الجمهور وهيبقى فيه زخم ليه دوري صعب يعني مسلا انا اقول لك حاجة امي يقول لك مسلا ايه اصلب بيراميد وآآ فاركو سيراميكا وفيوتشار والاندال اللي معلهاش قاعدة جمهرية ممكن صعب تاخد الدوري عشان ما عندهاش الضغوط الجمهرية اللي عند الاندال جمهرية بس المصري لو بقى عنده الامكانيات المادية وعنده اللاعبين وعنده جمهور المصري ايه اللي يمنع اللي المصري ياخد دوري وحسك تبع تهيقيت له كل الظروف المفروض هو قريدي يعني اجواء الاندال مصري معشاش قبل كده خلينا واقعين الاندال مصري عمره ما احرز بطولة الدوري ممتاز ولا حتى نافس عليه بس دلوقتي الاندال مختلف يعني اقول لك حاجة بسرعة في السنوات ماضية كان ممكن مثلا الفرق اللي بين الاهل والزمالك يبقى واضح مع كل الفرق في السنوات ماضية دلوقتي كوالة اللاعب اصلا امور كلها قريبة يعني اللاعبين كلهم قريبين الى حد ما في الشكل درجة او درجتين زيادة فسهل يا سهل على المصري وسهل على وسهل على كل الاندال اللي ممكن تكون بتنافس هو بصراحة يعني التركيبة من بعد دخول الاندال الدوري غيرت فكر الاندية كلها ايوه لو قولي لا يا طماعة الدنيا وتخلي بالك برضو الفروق ما بين اللاعبه برضو مش احسن حال ولكن هو المهم اداريا هو معلش احنا بنقول مثلا والنادي الاهلي نجح من فراغ لا مش من فراغ اول ما في هزة بسيطة بدأت تبص على المشاكل شوية انا من وجهة نظري الاهلي بيلم نفسه وهيلم نفسه الفترة القادمة بس اهم حاجة اداريا انت فيه دوافق بتاعتك تماسك خلي بالك انت وارد جدا في الدوري الممتاز تسعت منك مطشاط وتخسر مطشاط وتبقى بس اللي بيميزك ان انت لأ انت عندك الحافز ان انت تقوم تاني فاتمنى ان ان شاء الله باذن الله اشوف الكلام ده مع كامل ابو علي واهاب جلال ويبقى فيه الحافز ده وبقى فيه الطموح دوت بالنسبة للعيبة خلي بالك انت عشان تاخد دوري ممتاز لازم يبقى انت فيه خطة مبنية من اول السنة ديات يعني انا لو هاخد بعد اربع سنين وهمشي على التراك المزبوط وهتعلم سنة ورا سنة ازاي احافظ على المطشاط بتاعتي ازاي لما اخسر يبقى عندي الهدف والحافز ده مشروع يعني ممكن ما تنجحش فيه خلي بالك مع قوة امكانيات بيرمت فاشل ان هو ياخد دوري في الوقت الحالي بس ده ليه عشان برضو ينقص حاجة من اللي بتدفعه اللي هو الجمهور عنده امكانيات مادية عنده لعبين رؤيين لعبين عنده مدير فن قوي عنده كل حاجة عنده جهاز اداري اعتقد انه مفيش بسمع ان بيرمتز يعني مكافآت بتاعته والشكل الاداري بالنسبة له ما فيش مشاكل خالص ولكن برضو الحافز الضغط الجمهور ممكن الجمهور يبقى دافع ليك وممكن يبقى ضدك خلي بالك يعني وشوفناها على فكرة فقندية كتيرة جدا يعني الزمالك السنة اللي فاتت لأ يعني كان جمهوره داعم ليه بشكل كبير جدا لو سنين سابقى جمهور الزمالك لا كنت هتلاقيه يعني ما كانش واقف مع الفرقة بالشكل المطلوب وعلى فكرة بنشوفها برضو في فقندية الاهلي لما بيحصل تعصرات أو مشاكل بتلاقي الجمهوره على طول في ظهرك 100% كابتر عاملت دايما بتشرف ودايما بتنور والحوار معاك بيخلص في ثواني حبيبا في ثواني دايما بشرف وننور لا أنا والله يشرف ليه أن أنا معاك أنت عارف أنت شخص عزيزي يا ربي خليك أتراف هشوفنا دايما نواصب عدك كل خير الله يخليك لسا بكمبليين مع حضراتكم هنروح نشوف تأرير عن زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر زيارة عزيزة ومهمة جدا ما استرابط خلال هذه الزيارة صدافة والإمبياد 2036 نشوف التأرير واللقاء وبعد كده نرجع مع الناقضان الرياضيان أحمد جلال وهاني عصام نتكلم معهم في كثير من الأمور التي تخص كواليس انتقالات اللعبين والأضايا اللي شغل أضايا محبش كلمة أضايا دي عفوا يعني الحركات الحركات بتاعتنا اللي في الكرة المصرية بعد أزر التأرير والفاصل نواصل إن شاء الله الحركات بالإنفرارة التأرير على الإنفرارة الأحيات في إيجيبتة التي نستطيع أن نشاهد في المنزل إلى المنزل في المنزل هذا المرأة. كان لقاء مزمر مع محاولة الرئيش ونحن نتحدث عن حاجات مستطرورة. الزيارة مهمة جداً علشان طبعاً لازم يجي هو بشوف بنفسه أن مصر يعني بصراحة عندها ربي صورتس كلها أن إحنا نصدي في 20-36 أولمبياد طبعاً إحنا هنبقى أكبر قوي بس يعني طبعاً نحن نحب جداً أن الأولمبياد تبقى هنا يوم من أيام يعني. أنا شايف أن دي فعلاً خطوة كريسة قوي لمصر وزيارته لمصر دي حاجة لوحدها كبيرة قوي أن هو يكون شايف الملعب بنفسه. إحنا رحنا الصبح شوفنا الملعب الأولمبياء اللي في العصمة الإدراجي الجديدة هو كان متفاجئ جداً بكمية الملعب الموجودة. هو زي ما قال النهاردة في المؤتمر الصحفي أن فعلاً على 20-36 مصر يمكن يبقى لها فرصة أن نحن ننظم إن شاء الله أولمبياد 20-36 هنا. زيارة مستر تومس بخ طبعاً لمصر بتعتبر إشادة منه بدور مصر الكبير اللي بتلعبه في الرياضة الحقيقة في السنين الأخيرة خصوصاً آخر أربع سنين. وده طبعاً كان واضح جداً من بداية حتى الأزمة بتاعت الكوفيد ولما الناس كلها بتدت تقفل ناس كلها بتدت يعني تبعد عن تنظيم البطولات طبعاً لصعوبتها وصعوبة تنظيمها وإدارتها والتكاليف وكل ده. في الوقت ده مصر الحقيقة ظهرت بشكل رائع وعملت بطولات تاريخية سواء كان في الهانبول أو في الخماسي الحديث في السلاح في كرة القدم. فالحقيقة طبعاً زيارته دي بتدينا دفع الحقيقة إيجابية إن إحنا ماشيين على الطريق الصح. بالنسبة طبعاً لتنظيم أولمبياد 36 طبعاً أولمبياد ملف تقيل جداً بداخل فيه حاجات كتير قوي. إنما خليني أنا أقولك يعني كواحد موجود في الرياضة بقالي فترة اللي مصر قدرت تعمله في التنظيم الفترة اللي فاتت. اللي اتجاه اللي مصر ماشي به يعني كتطور عام سواء كان في مجال الرياضة أو في الإنشاءات أو في أي حاجة. خليني أقول لا أنا مو يعني إحنا قادرين إن إحنا نعمل حاجة زي كده وننظم بطولة تاريخية بالنسبة لأفريقيا والعالم كله يشهد بيها. فأتمنى إن إحنا إن شاء الله نكمل في هذا الملف طبعاً بشغل كبير بقى محتاج يحصل سواء كان من وزارة الشباب اللجنة الأولمبية المؤسسات الخاصة كل ده لازم يتعاون طبعاً. عشان نقدر نطلع ملف قوي نقدر إن شاء الله نعمل بيه الحدث الكبير ده. اهلا بحضراتكم مرة أخرى الأستاذ العزاء جداً. الأستاذ أحمد جلال الأستاذ هاني عصام دي في ضيفي في هزي الفقرة أستاذ أحمد مشرف ومنور. باني خليك أستاذ كريم أعود أن أحمد وحشتنا. تبيبي والله وحشت دايماً. عامل يا أستاذ. الحمد لله كل طبعاً. تكسر الداني عندنا. باني خليكنا عليه بس. مفاجأتنا يا مفاجأة ده خش أقول لهم يا جماعة أستاذ أحمد جلال يعني رجل طيب. والانفجارات وكومنتات وقصص يعني زي أنا مشرف ومنور. طيب احنا نعمل معاكو اللي بنعمله كل مرة بس قبل ما هنخش الدخلة دي بتاعت الكروت كل واحد نطلع عناوين كده حلوة هايسألك عن رأيك فيما يحص موضوع سفين جزئرين. يعني فكرة ان ان اتحاد الكرة طلع حاجة. ظن البعض انها يعني هما عايزين يجاملوا الزمالك في اس بيهم ان هما كانوا هيحطوا الزمالك في كورنا في منتهى الخطورة. ان انت لأ العيد ده انت قال حر. طب ازاي انت قال حر وانت بتحطه على تيم اس ان انت رجل موقف من القيد. اهو يعني يعني معار بنية البيع. واي حد عارف ان دي الحقيقة. لكن فكرة ان الموضوع اتقال كده ففتح ابواب بقى يعني جهنم على اتحاد الكرة. انت كل شوية بتجامل حد انت كل شوية معارفش تعمل ايه. اصلا حصل تزوير فاقدي معارفش الزناري. لا اصلا حصل معارفش ايه. وانتوا ليه بتجاملوا الزمالك فيلم طويل عريض اتعمل بهذا الشكل. ليه لان حد يا اما مش فاهم يا اما حاب يعمل كومبليمو فحصلت القصة اللي قدامك دي. الزمالك نفسه خرج وقال لا الناس لها حق الرعاية وحق التدريب او ما شابه. علشان يأكد ان الموضوع ماشي بشكل طبيعي. لان غير كده لا موقف خطير جدا وتصحيح خطير جدا انت متكسر نوايح الفيفا. وما بتطبقش عقوبة باقاف القيد فتراتين متلتلاتين وده اللي حصل. وفعلا القيد اوقف. لكن فكرة بقى اصلا الزمالك راح الزمالك جيه الزمالك عمل. لا الكلام ده غير صحيح. زيدي رأيك يا ايه. والله يا اساس كريم الموضوع ابسط يعني بسيط جدا. يعني الازمة دي كلها بنتكلم فعالي مليون جنيه. كلمة عقد رعاية مليون جنيه. انا قلت من شوية يعني اكيد العقل البشر يقول انه ما فيش شبهة فساد. عشان حتى اللي عايز يفسد لا قدر الله يعني لا قدر الله يفسد في حاجات كبيرة. بالضبط. سنة دي ما كانش هتكلف حد يعني. الازمة والجدل اللي حصل بسبب ان الزمالك مما بعت للمقاولين. السنة اللي فاتت ان انا هحاول خلاص بند الاعربي اللي بيع نهائي. المقاولين اخرج سيف الجزيرة من القايمة الاولى بتاعته. يعني القايمة الاولى المقاولين بعتها لاتحاد القرى فخرجوا. فالناس اعتقدت ان خلاص كده الموضوع صفقة انتقال حر. فالزمالك اشترى لأ هو الزمالك كان بعت قابليها. والعادة اللي ما بينهم من خلال 15 يوم الزمالك من حق انه هو يحول العربي البيع نهائي. عشان كده حصلت اللغبطة لكن الموضوع في النهاية مليون جنيه. انا بداي بس انا ما حد يطلع يقول معلومة يقولها منقوسة او ما يقولش معلومات كاملة. فتعمل لغط بدون داعي. يعني في الاخر الموضوع دوت وقدرها تتفق معايا. ويقلص على هوى يعني. وهل هو ده هيقصر على فرص الزمالك ان هو هياخد الدورة هل هيتم سحب درع الدورة من الزمالك عشان خطر قزمة سيفي الجزيري. ما الموضوع لا طبعا. طيب اللعبة اللي بنلعبها مش اللعبة يعني. نحن بنشارك بعضين يعني. انا بس حاب كرت. بس احمد بس حاب كرت اسود هاني. العنوين اللي هنا دي بتاعد اسود احمد جلال مش هان اللي كتبها. العنوين اللي هنا دي بتاعد اسود هاني يا أصوام. ناخد واحد واحد كده وخبر خبر. ولما انا غشيت كده ايه. يعني بس عملت كده قبل ما اخش على الهوى لقيت شوات اخبار جامدة جد. فنبدأ. اول واحد. بس احمد جلال. اتهت الى الزمالك. وفقا الاستاذ ايمان الشريعي. رئيس نادي امبي. ان الاهلي اغلق الباب المفاوضات. وقال انا مش عارف ليه. طبعا هو عارف ليه. لان المبلغ يعني حصل فيه مغالاة. فالاهلي اغلق الباب. وقال لا انا هكتفي بالاجنحة اللي عندي. بعد التعاقد مع السابي. فاتقال ان الزمالك موجود في الصورة. الزمالك عشان يطرح. لا اللي هم قالوا. طبعا احنا طلبنا من الاهلي مش عارف 25 مليون جنيه. طبعا هنطلب من زمالك نفس الرقم. فالزمالك مش هيدفع الارقام دي. يعني زمالك فيه شكل نهو يدفع حتى 15 مليون. مش هيدفع الارقام دي. لحد دلوقتي من داخل مصر. طبعا بالتالي. اصبح الكلام هو. شال البايون هو في امبي. رايح فين. الاغلب. في خلال ساعات. هيتم اعلان انتقاله للنادي المصري. المصري. اه. اصلا. فهو كده مصطفى شعربي. مفاجئة دي اه. ناس قارت ان هو رايح سلاميك البطرة. انا تأكدت يا قل ان هو مش رايح سلاميك البطرة. فخلاص دي مقفول. فبس فهو الكلام دلوقتي على النادي المصري. النادي المصري. عظيم. سوز اهاني. مين اللعيبة اللي لفتت نظر بريرا في الدولي المصري حتى الان. اه. في بعض اللعيبة كان بالنسبة له من الاولوية ان يتم التعاقد معهم. اه. اللعبة دي ممكن تكون مفاجئة شوية. مكادش اه اعلاميا الناس مكادش حتى التركيز عليها. اه. اول لعب كان بالنسبة له في الرقم واحد مريوانة عطية. اه. يعني رسل الامر ان الفرية كان عزم مريوانة عطية قبل دونجا. اه. اه. بالنسبة له مريوانة عطية ده افضل لعب رسطف مصر. اه. ما حصلش اتفاق ما بين الزمالك والالتحات السكندري خلاص الموضوع اه. اه. وقف. ما كان بالنسبة له مريوانة عطية رقم واحد. ابدأ اعجابه بيه بشكل كبير جدا. اللعابي التاني كان ابراهيم عادل. اه. في بيرومنتس. شاف المتشاط لابراهيم عادل مع بيرومنتس كان معجب بيه جدا. شايف ان ابراهيم عادل هتناسب مع طرقته. ان ابراهيم ممكن الحتة اللي تحت المهاجم ممكن يجيت في اكتر مركز فيها. اللعابي التالت عمر كمان عبر واحد. في التحديد عمر قرنا بالاتنين دول هو كان بالنسبة له الاساسي. لدرجة ان فيها زيعل كمان ومتصدم لما عمر مرجعش. يعني ما اتكلم مع ادارة الكرة في نادي الزمالك. كان بالنسبة له خلاص ان عمر جاي جاي. بحسب التأجيتيات ان خلاص عمر كمان كان عنده رابة ان هو يرجع. لما عمر مرجعش كان بالنسبة له ورطة كبيرة جدا. لدرجة ان هو بفكر ان هو هيفكه بلاعبين او ثلاثة كمان. وعمر كان يبقى مثالي في خطة فريق. جدا. بالنسبة له عمر. انا اقولك عن المفاجأ كمان. هو كان شاف ان عمر ممكن نلعبه نحية الشمال. مش يمين بس. اه يعني مكان اشرف بنشاري. كان بنسبة له عمر كمان على واحد ممكن نلعب في الحتة دي. طيب. نروح السيد احمد جلال. مفاجآت عبدالرحمن مجدي في الاسماعيلي. طيب. هي مفاجأة اكبر في الاسماعيلي كمان. في مفاجأة اكبر. اه طبعا. اي لعب في الاسماعيلي دلوقتي ممكن يمشي من الاسماعيلي. فريق ما حدش يقدروا لطرع فيه. دلوقتي يمشي فريق. من غير ما يقول له سلام عليكم. ليه? لان اسماعيلي ما دفعش فلوس القيد حتى الان. فكل القايمة الاولى لم توسق واصبحت فريق. في اي لعيب. يقول لهم دلوقتي انا ماشي او يتعقد مع اي نادي. ما يقدرش يقوله تلتة التلتة كان. لان اسماعيلي موقف من القيد. اه يعني اهلي بكر وصباح الخير يا باهرة محمد عايز اخدك معي ياخده ببلاش. ببلاش. ازا ماك عايز عبد الرحمن المجد يخده ببلاش. فضل. اقول مسلا يعني. مسلا. دي مفاجأة كارثية يعني. عشان كده هم بدوا يفكروا. طبعا ما حدش يتحرك في الملف ده. مش عايزين مش كلمة على اسماعيلي. طب ايه الحل؟ هنبيه عبد الرحمن المجدي. طب مين يتقدم ياخد عبد الرحمن المجدي. لغا دلوقتي مفيش غير عرض الناد المصري. طب الزمالك قدم؟ لا الزمالك مقدمش. هو عايز ياخد فلوس اللي بيقى بها عبد الرحمن المجدي. طبعا فيه حالة غاليان في الاسماعيلي من القصة دي. ومن بكرة هتفارج على السوشيال ميديا. بتتكلم في الموضوع ده. بشكل عنيف جدا في الاسماعيلية. اه يعني قدلاتي الاسماعيلي عشان يحل مشاكله الملف. اكثر من ملف. اولا لسعد الجزيري. ربعمائة الف دولار. وبيحاولوا ووفروا تلتمائة الف دولار عشان يفكوا القد. ده رقم واحد. رقم اثنين. الناس اللي مشي توليها شيكات. وما خللتش مستحقتها حتى الان. وممكن تقدم شكاوة ضد النادر اسماعيلي. رقم ثلاثة. مقدمات العقود للعيبة اللي جات. هتجاب مجموعة من اللعيبة. زي صالح جمعة. زي بصل مرسي. زي حمد النقاز. زي مينتاني والله. محمد حسن. احمد محسن. هتجاب مجموعة. يعني كلهم نجوم صف اول. بالتالي كل دول مخدوش. العرض الوحيد اللي ممكن يكون فيه مبلغ مناسب. هو عرض النادي المصري. هل سينتقل. في الاغلب هيحصل. قبل غلق باب الانتقالات. حظيم. سوزي هين. عبدالله السعيد. بين التجديد للبيرامدز والانتقال الى الزمالك. عبدالله السعيد قبل ما يسافر مع بيرامدز معسكر الامارات. كان فيه جلسة بينه بين مسؤول النادي بيرامدز. شبه التفق على كل حاجة. عبدالله السعيد عاده مع بيرامدز تنازلي. بمعنى انه ما اخر المسم ليه مع بيرامدز يكون اقل المسم ليه. تم الاتفاق ما بينه ما بين بيرامدز. ان عبدالله السعيد. هجدد. هيميد عاده. مسم كمان هيتم تعديل العقد بتاع السنة اللي جاية. والسنة اللي بعديها كمان. طب تم الاتفاق على كهما عبدالله السعيد. هيتم الاتفاق ان هو ياخد ملون دولار فالسنة. تم الاتفاق على كل حاجة. يعني خلاص نقص على توقيع عبدالله السعيد ممكن في خلال معسكر الأمورات أو بعد ما يرجع طب بالنسبة لإدارة نادي الزمالك الزمالك اللي حدد للوقتي ما قفلش الباب لعبدالله السعيد لكن الأزمة بالنسبة لهم أن هما إزاي يخلصوا عبدالله من بيرمتز لحد دلوقتي هي دي المشكلة الأمور التفاوضية ما بين الزمالك وعبدالله ما فاش مشكلة أوه وعبدالله عنده استعداد أنه يتنازل لكن لحد دلوقتي إدارة نادي بيرمتز رفضة أن هي تسيب عبدالله السعيد آه تم التفريط في عمر جابر ودونجا لكن بالنسبة لهم عبدالله السعيد مشروع عايزين يكملوا به لحد نهاية الموسم ده والموسم اللي بعديه كمان عظيم عنوانه استاذ أحمد جلال صفقات الموسم الجديد سر تراجع القوة الشرائية ده فيش روس أيوة ملاحظة كل الأندية بما فيها النادي الأهلي ما عندهاش القوة الشرائية الضخمة لو تلاحظ أن الناس بتعمل بروتوكول الصفقات التبادلية يمكن كانت الصفقة الأشهر أحمد ياسر ريان وشاري حسين ثم مصطفى ميسي وبكهم مع محمد شوكري فبالت الناس تتعامل بالمنطق ده ما تدينيش فلوس في إيدي لقديني العيب وصد العيب أنا أستفيد وإنت تستفيد مقايدة يعني بالضبط وإن أحد الأسباب مثلاً أن قصت مصطفى الشلبي ما تمتش في الأهلي إن الأهلي قال لهم طب إن نقل المبلغ وخدوا مثلاً محموم متولي فكان فيه تفاهم في البداية فإس بهم يفاجأوا بأن راتب محموم متولي 6 مليون جنيه لأ إحنا إزاي ده إحنا أكبر راتب عندنا 3 مليون إنت كده هتعمل لي مشكلة طب خلاص خد مكانه نشئين قالوا إحنا عندنا أكبر معمل تفريخ نشئين أنا مش محتاج نشئين أنا عايز فلوس طالماً إنت مش عايز تدير عشان كده القصة وقفت لكن في أنداء بقى تقولك إيه هتلعيب واخد لعيب أو هتلعيب اللي هو الفري إزاي مالك معظم صبقاته فري علشان القوة الشرقية مش موجودة نعم بس إيه دونجا وعمر كابر يعني نعم دونجا وعمر جابر دول جمع وبوهمهم ده مش فريب أعلله فلوسهم بشكل كبير جداً لكن إنت جاب زكري الوردي فري أخذ بالك نفس الكلام بالنسبة لصفقات تانية نفس القصة إنت بتتعامل بمنطق اللعيبة اللي هي ما تكلفكش فلوس كتير عشان تقدر تجيبها أو تعمل صفقة تبادلية مش عايز فلوس لعيب يروح ولعيب ييجي تستفيد منه القوة الشرقية مش موجودة مش أحسن حاجة طيب سوزهاني رمضان صبحي كان قريب من الزمالك والصفقة وقفت في آخر لحظة ليه؟ هي دي مفاجأة ناس كتير يعني رمضان صبحي كان قريب الفترة الأخيرة دي دلوقتي أصلاً آه مش من زمال لا دلوقتي فيه اتصالات تمت ما بين الزمالك وما بين رمضان صبحي كانت إدارة نادي الزمالك بالجاز للصفقة دي إنها هي تختم بها المركاد وكمبلة الصفقة وهم قالوا كده يعني فعلاً اقتلع من الزمالك إنه فيه الصفقة شعوبة المفاجأة نعم رمضان صبحي آه كان رمضان صبحي تم التواصل معاه ومع وكيله رمضان صبحي كمان آه إدارة نادي الزمالك قدمت شيك لرمضان صبحي يعني عقد يحط الرقم اللي هو عايزه في الموسم ما يعني مش هنتفاوض لأ إنت حط الرقم إنت أقدر نفسك المفاجأة أن رمضان رفض رمضان رفض الانتقل الزمال ليه؟ رمضان رغبته يرجع لأهلي يعني بالنسبة له عنده الأمل لحد دلوقتي إنه هو يرجع لأهلي لو ما رعدش لأهلي خلاص أنا أطلع برها يعني في مصر خلاص أنا برمز بشيط من برمز يبقى أهلي ما حصلش نصيب خلاص أنا أطلع برها طب رمضان ليه حتى ما طلعش برها يعني أنا ناس كتير بتسأل بالزبط رمضان مشكلته في راتب بتاعه رمضان راتبه بياخد في برمز يعني حوالي 40 مليون جنيه في السنة جاله كذا عرض حاجة من تركيا وجاله حاجة من بلجيكا وجاله حاجة كمان مليونين بس رمضان ما كانش عنده المرونة شوية إنه هو يقل المرتبه الناس هناك بتدفع أقصى حاجة يعني أقصى عقدي جيله رمضان صبح من أوروبا بتتكلم في حوالي نص مليون دولار رقم أوليل طبع رقم أوليل جدا رمضان فضل لا خلص أنا حتى العود بتاعت الخليج اللي جات له كمان بنفس الرقم يعني ما فينا بياخد 40 مليون عرض رجاله بره 10 مليون ماكسيموم يعني أقصى حاجة يعني نادي الزمالك كان مجهزة لعرض البيرميدز كان هيبقى مقابل مادي ومعها أوباما محمود على أقصى طيب الزمالك كان موافق إنه يدفع لرمضان 40 مليون وقتر موافق ولو أكتر كمان كان يدفع لرمضان صبح ده مش مش مشكلة خالص رغم فيه أزمة مالية بس كان فيه خطة مالية دهية نادي الزمالك حطتها إنه موضان صبح يكون موجود طيب سيد أحمد كولر والغضب من أرضية تتكلم على مرسيل كولر المدير فاني النادي الآلي والغضب من أرضية ستاة التيتش الراجل يعني شايف إن أرضية ما ساعدتهش كل شوية بيلاق إصابة إصابة عضلية عفاكرا الموضوع ده بقاله مسهل 5-6 سنين واطلقنا لقب الشهير مستشفى الأهلي وكل مدربين بيشتكوا بالمناسبة ومهما كان مدرب الأحمل مين صح ومهما كانت الأخصائي التغذية مين ومهما كانت الأحمل التدريبية شكلها إيه فدي مشكلة فالراجل أولا بدأ يتكلم إن هو يلعب مطشاته الودية على السادة الأهلي والسلام وده طبيعي وبدأ ينقل تدريبات الأهلي لمديدة نصر أنا شايف طبيعي إن أنت بتلعب على الملعب الأهلي والسلام تتمرن عليه وغاية ما بقى يشوفوا أرضية التلش دي بقى يغيروها بس دي بقى لها فترة أرضية التلش دي بقى لها فترة فيها مشكلة بالإسمع ما نقولك بقيت يعني مش مش في حاجة اسمها أصابة مزمنة دي مشكلة مزمنة وبعدين الأهلي في الأمور اللي زادت بيحقل على طول طب ليه ما تحلتش معهما عشان إنت يعني فكرة إن إنت آآ لا أبتدبت مرع الملعب ده فلازم يكون في نوع من الحل الأهلي طب ماشي ده شيء جميل اللي استدتش اللي يبس كل ده جميل لكن في النهاية إنت مثلا يعني طاعة تلحم المواسم عامل مشكلة لكن في النهاية إنت بتلعب على ملعب الأهلي والسلام اشتغل عليه قاعد فيه برضو بيديك نفس الأتموسفيرة أو نفس المناخت لكن الإصابات الكتير يعني بدون مبلغة حتلي واحد من القائمة اللي في الأهلي التلاتين حتى حراس المرمى اللي ما يكونواش بالعابوا على اللوت في مصطفى شبير كلهم تعرضوا لإصابات عضلية بلا استثناء أمامية خلفية ضمة أمامية خلفية ضمة وكأنك بتقول مقرر على كل لعبين مهما كانت مركزهم مهما كانت سننهم وإحنا في 2022 وليسا الناس بتتكلم على إصابات عضلية أنت في أوروبا نادراً لما تسبق على اللعب أصيب بإصابة عضلية هو بيبقى عنده كاسة عنده البطسية عنده إصابة لفيها تدخلات عنيفة طب قولي يا زعمى مينقولوش مثلاً فرع مدينة ناصر التدريب أي فرع تاني مش تازم الجزيرة هو الرجل نقل يعني رألك لأ ما تكملين بقى شوفها قصة إيه صحيح هعمل إيه مرة يتقال أحمال مرة يتقال لأ ده حملة تدريبية كذا مرة يتقال تغزية غلط مرة يتقال أصل اللعبية مش في كل اللعبية مش منتظمين صحيح يعني نقول كده صحيح فوضح أن في مشكلة في الأرضية صحيح أرضيناش فباق الأرضية فيها مشكلة أي أن كان في مشكلة في أرضية التلش في النادي الآن عظيم أستاذ هيني مفاوضات الزمالك مع صلاح محسن إيه الحكاية بعد الموضوع اللي حصل ما بين إدارة النادي الآله وصلاح محسن وصلاح محسن مش هيكون موجود وخلاص طم وضعه في قائمة الانتظار أحد المسؤولين جوا نادي الزمالك كلم صلاح محسن بشكل مباشر عرض عليه الموضوع أنه هو موجود مع نادي الزمالك السنة الجاية وصلاح محسن أبدأ موافقته بس المسؤول طلب من صلاح محسن يخلص نفسه صلاح محسن نزل عمل أشتوري على الإنستجرام وقال لأنا موجود في أكبر نادي في القارة الأفريقية اللي خليني أفكر وروح في نادي تاني لا أفكر وكان موافق وأبدأ وغيرته كمان أنه هو ياخد أقل من اللي ياخده في النادي الآهلي كان نوع من النوع عرض اللي اعتبر لي تمام المسؤول الطلب من صلاح أنه يعني حل مشكلتك مع النادي الأهلي احنا بالنسبة لنا خلاص أوكي موجودين الموضوع رسل أدارة النادي الأهلي عارفوا أن صلاح محسن حصل تواصل بينه من أدارة نادي الزمالك ويتغرم صلاح محسن ماليا كمان يعني احنا ما استغناش عنك احنا طلبنا أن أنت تبقى موجود في قائمة الانتظار كمان احنا عرضنا عليك أكتر نادي أكتر من نادي وانت ما كنت بترفض وصلاح محسن قريب جدا من سراميكا يعني في مكالمة تمت ما بين الكابتن أحمد سامي ومن صلاح محسن وحابب أنه يكون موجود معاه ومازال قريب صلاح محسن آه يعني عرض سراميكا بالنسبة له بعد مكالمة الكابتن أحمد سامي عايزه يكون موجود معاه بس مشكلة صلاح محسن أن الصلاح واخد الموضوع عندي شوية مع الأهلي يعني أنتوا طلعتوني بقى قائمة الانتظار فأنا هحدد النادي اللي أنا عايزه كل العهود اللي جات لصلاح محسن كانت صفقة تبادلية ما بين الأهلي وأنديها تانية صحيح فصلاح حس النوع من أنواعي التقليل لي لا أنا هحدد النادي اللي أنا عايزه الكارت الأخي اللي سيد أحمد جلال تبس أول حاجة بس لا التسجيل فيك على صلاح محسن أولا صلاح محسن هو اللي بلغ الأهلي أن أنا جاي لي عرضي من برامز والزمالك أصلا أصلا يعني هم معرفوش من برة يعني عن طير خاطر قال لهم أنا جاي للزمالك وبرانتس فدي أول حاجة خالده في قائمة الانتظار صحيح رقم اتنين صلاح محسن خارج حسابات سرميك الواطرة تماما بس أنا فاضلي بقى ديئة سافيو ومين بقى تاني سافيو أكينولا وأكينولا موسم ترويج الشائعات سامسون أكينولا الشائعات في الانتقالات إيه الحكاية يعني سافيو والقصة بتاعته والناس قالت انت هيتوقف وستة شهر وسنة وبعد المسؤولين السابقين في بوليفا يتكلموا الموضوع كله حتى الآن يبدو شائنا داخلي يعني مش أكتر من كده فالناس قالت هتاخدوا النوع توقف ستة شهر ده لجلة الانضباط هتحاول الموضوع للفيفا والفيفا هتلزم الأهلي بالإقاف والأهلي ما خدش باله ليه وانت جايب لعيب عصبي ليه وانت بلأت كل حد يقول حاجة الموضوع في النهاية حتى الآن هو الشأن الداخلي وانا يخرج عن هذا الشأن الداخلي ناحية التانية سامسون ايكنولا طبعا قصة اللي هو تحت السن وفوق السن الناس قالت لأ الملقاحة مطاطة اللقاحة الفاتفاضة ناس تقيت يعني وصل بها المدى انها شافت الموضوع مش يعني مش طبيعي لكن في النهاية هو اللعيب زمالك قيده فوق السن لكن أنا هتقايتش يعني هتقايت فوق السن ده رسمي هتقايت فوق السن لا ممكن من الزم في الآخر الظلم ما يجبوش ده أنا قصدي منصول نفسه خرج وقال وقال لك لسه عمله كشف نعم ماشي نشوف بقى أنا قصد ان هو فكرة بقى هستوراتي هناك في فنزويلا وليل عن هنا ده بياخد مية ضعف يعني ترويك شائعات نشاعات طول الوقت أو يعني نظام ايه بص العصفورة ده بيكلم عن ده وده بيكلم عن ده لكن هتشوف بقى الاتنين كويسين في الملعب ولا لأ خلي بالك ان كمان فكرة اللعيب اللاتيني احنا مش مستسغنها قوي يعني لسه ما نكحدش في مصر قوي بسستاء كينو هو الوحيد وعشان برضو كينو كان جاي اللي هو ايه فرزي اول بالرقم كبير اول بشي محتاجة جانب مش الاركام الهيات يا حيات سوزي احمد شرفت ونورت كالعادة يعني سوزياني شرفت ونورتين واحدتين جدا انا بشكره شكرا جزيلا هنروح نشوف لقطة حلوة قوي لتوماس بخ رئيس اللجنة الولمبية مع بنت هداية ملاك بطلتنا المصرية الكبيرة نشوف اللقطة دي حلوة قوي لقطة انسانية جميلة جدا ونشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من رقم 10 شكرا جزيلا شكرا جزيلا مثلون تلك الشخصة ماهي جعله سوما ماهي جعله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا من다고 من بحضتك جيدا احسن اوها اشترك شكرا اشتركوا في القناة